سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانكمان أبحاث استمرت لخمستاشر سنة على مادة التيتانيوم لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتساقها بالعضم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية أهلاً بكم النهاردة لحوار ولقاء من تراث خاص لقاء من المستوى الأعلى في عالم طب الأسنان خلي بالكم أنه في حاجات بيعملوها الناس دلوقتي تودي في 60 ده يعني من ضمنها مثلاً مثلاً ثقب اللسان أو ثقب اللسان في بنات بس الكلامنا فره في أمريكا يعني بتقالي موجود معرفش إيه أنا في مصر هنلاقي بنت عاملة زي حاجة في لسانها ده حاجة يعني سخيفة أوي يعني حاجة سخيفة دي تبوز الأسنان جداً تدمرها جداً وأسأل ضيفي العزيز في الحكاية دي وأشوف بيتدمرها إزاي برضو من ضمن الحاجات الخطيرة قوي عادة قدم الأظافر دي بقى موجودة في مصر كتير وموجودة في كل عدة في العالم أو إن حد يمسك ألم رصاص ويقعد يعني يحطه في بقه ويقعد يقطن فيه أو الحاجة التالتة برضو دي بنشوفها إن واحد أو واحدة تحط زي خلة كده سبتة في سنانها عم بيعملوها نوع من الإيه يعني ده بشوفه في أفلام الأجنبية وشوفته في أمريكا لكن في مصر يعني قليل بس لو في حد بيعمل حركة دي ما هيضر سنانه أي حاجة موجودة تحت السنان دي خطرة جداً جداً بين السنان ومعضها فأرجوكم الناس اللي بتتعامل مع سنانها بغباء بقطن ضوافر بأكل مش عارف تلج الفتح بقى البيبسي الحاجات السقعة يعني بسنانها كده حاجات دي خطرة جداً أرجوكم النبي مش خطر النهاردة الحوار هيكون أكيد جزء ده في الأول لكن هندخل النهاردة على الدعمل اللي ممكن تدفعه أنك تفقد السنان فتحتاج زراعة أو السنان تبدأ تتاكل أو تتكسر في حياتها فتحتاج تجميل القصة في النهاية تمانها هيكون غالي لكن مع علم الأسنان الأمور ستكون أكيد رائعة ضيف العزيز واحد من المبدعين في هذا المجال والحقيقة أنا بسعد جداً بحواره العلمي الرقي والرائع جداً وبينفرد بأسلوب دقيق في الغاية في التوصيف والكيس ستادي تسمعوها كأحسن ما يكون النهاردة مع واحد من سوبر ستارز هذا المجال ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم إبراين الماشين ما بتشتغلش لوحدها دايماً في حد بيشغالها وبيزداد في نقطة الديزاين أفكار الناس عن الزراعة ساعات بتبقى غلط خالص مش معنى أن أنت فقد مثلاً 12 سنة أنك هتحط 12 زرعة في إنجلترا يحكموه يحكمو الدكتور اللي يعمل مريض السكر أكنه أقل من أي مريض عاضي فيه تخصص نقدر أهابنا في طب الأسنان؟ علمياً ما فيش حاجة اسمها كده أعلى تريتمنت أوبشن في العالم في تعويض الأسنان هو الإمبلانس هو الزراعة نسبة الساكسس ريت بتتخطى 95% الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميلة الكلية الملكية لتجميل الأسنان جامعة إيدنبرا استشارة تركيبات السبتة لتجميل الأسنان المدرب المعتمد ببرنامج الزمال الدولي لتجميل الأسنان ضيف العزيز دكتور كريم أهلا بيك ومقورني وهذه زيارة جميلة بنسعر بيك عايزك تقولي الأول قبل ما ندخل النهاردة عن الزراعة ونستمتع بحوارك فيها تكلمني عن الحاجات اللي أنا أستهد طيب إحنا لازم نبقى متفقين إن الباد هابتس موجودة في كل المجتمعات يعني وإحنا في إنجلترا كان عند الشعب الإنجليزي فيه باد هابتس لازم نتكلم فيها وكان أدور طبيبي الأسنان التوعية يعني كنا نعمل حاجة اسمها سموكينج سيزاشن أدفايس الناس اللي بتعمل تدخين بشكل غزير أو هافي سموكرز أو اللي بينضغوا التابغ زي الإنديانز لازم يعني نوصل لهم فكرة إن الالهابت دي لها أضرار معينة الالكوهول درينكر أو الناس اللي بتشرب كحليات بشكل كبير ففي كل مجتمع عندنا عدات سيئة لازم دور طبيبي الأسنان أو دكتور الأسنان إنه هو يعني يوجه الشعب ده وثقافة الشعب ده إنه يبعد عن العدات دي منها العدات اللي حضرتك قلتها وبتوقع متواجدة شوية في الجول في إيريز أكتر دول العربية أكتر شوية بيبتدوا يحاولوا يعملوا في لسانهم البيرسينج الحاجات اللي هي بتتحط في اللسان وما شبهه وإحنا دورنا إنه إحنا لازم ننبه إن الحاجات دي هتأثر جداً على فانكشن الحاجة اللي إنت بتعملها يعني هتأثر على اللسان هتأثر على الأسنان أو النطقة أو 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 فلازم نبقى عارفين إن أعمل الهابتس اللي إنت شايفها كويسة بس من غير ما تأثر عليك النقطة بتاعة قطم الأظافر دي نقطة مهمة جداً إحنا دايماً كنا في إنجلترا نقول إن الأسنان لها وظيفة دي ابتسامة والأكل ملاش أي وظيفة تالتة ما تحاولش تعمل بيها حاجة تالتة يعني ابتسم بيها وكل بيها كويس ما تحاولش تستخدمها أي استخدام آخر ما تقطعش بيها حاجة ما تعملش بيها ده وفرك لأن في أصفة ممكن تقص بيها ده وفرك ويبقى لكن فكرة إن أنت تستخدم أسنانك في وظائف تانية بتعرضها دايماً للخطر فحطها قاعدة كده ليك ابتسم وكل بالأسنان غير كده ما تفتحش بيها حاجة ما تقطمش بيها حاجة لأن ده ممكن يضر بيها بشكل كبير حلوة طيب قولي بقى تمن بيكون غالي في السنة بتفقد صح؟ صحيح؟ إزاي طورت الزراعة؟ فبقت الزراعة بعد ما كانت رعب وعالم مجهول في طب الأسنان وصلت دلوقتي إلى أنها رفاهية والله هقول لي حارك حاجة يا دكتور أيمان أنا في بريتش بقى لي فترة بتكلم مع الفيشنت بتوعي إن إحنا تخطينا مرحلة الأساسيات يعني إحنا كان دايما من سنتين قبل ما نبدأ الدكتور وقبل ما نبدأ نتكلم في الموضوع دي بدقة شوية كان البيشنت يجي خايف من الزراعة من الألم خايف من الواجع يقول أنا حالتي مش هتنفع للزراعة بنينا ثقافة للناس على مدار السنين اللي فاتوا فبقت الناس خلاص فهمت وأنا بأكدوا تاني عشان اللي نسي أو اللي ما سمعناش قبل كده إن يا جماعة على مدار آخر سنتين مثلا عمر معيان اشتكالي من ألم في الزراعة يعني عشان الناس العادة تتفرج علينا ياخدوا الجمل دي والفايصل بيني وبينك الكلينك عندي في بيتر يعني لو جيتلي حاسبني على الجمل اللي أنا بقولها الزراعة ما فيهاش ألم تماما انسى فكرة أن أنت تروحي الكلينك وبتفكر في الزراعة وتفكر معها ألم ما فيش يعني الألم ده أقل بروسيدور بيظهر فيها ألم هي الزراعة عندي في الأسنين يعني أنا عندي حوالي 16 قسم مثلا أكتر قسم ما بخافش منه خالص أن العيني تقلم هو الإيمبلينت الزراعة الزراعة تاني حاجة إحنا نبهنا على الناس أن فكرة الحالة الصحية بتاعتك مش هتأثر خالص على الزراعة إلا في حالات دقيقة قليلة نسبتها لا تتعدل 1% يعني ما فيش مريض سكر دلوقتي يجي يقولي أنا عندي سكر فمش هقدر أزرع إحنا اتفقنا معاكو أن إحنا نقدر نزرع مع السكر عادي خالص لكن الـ اللي هو أنت راجل بتاخد الدواء بتاعك وبتروح للدكتور فتقدر تيجي تزرع بشكل مبسط وعملية الزراعة بقت أبسط ما يمكن حتى الوقت أكدنا أن الوقت بتاعها بسيط جدا 10 دقيقة ربع ساعة في الظروف الطبيعية هتكون خلصت الزراعة بتاعتك وأنا بتحاسب على الكلام ده يعني الفايصل بيني وبين البايشنت اللي بيسمعنا الكلينك عندي أنا جاهز أنفس ده من بكرة معاك فدي نقطة الأساسيات الحمد لله مشاهدين الدكتور بقى الثقافة عندهم عالية جدا أنه بيجوا لي فهمه ده وعرفوه من كتر ما كررناه وأنا أكدت عليه وحضرتك بتأكد عليه أنه فهمه أن الزراعة دي هي الوسيلة المثلة أنه أبدأ بيها أعوض أسناني اللي فقدتها طيب إيه الجديد إزاي طورنا في بريتيش إيه اللي إحنا جايين نتكلم عنه هي اللقطة دي ياريت نرجع تاني نرجع يا باش آه يعني نرجع لي بس سنية أيوة النقطة دي قبل ما تحط العظم وبعد ما حطينا العظم اللي إحنا عملنا ده يا دكتور اسمه سوكت بريزيرفاشن يعني إيه سوكت بريزيرفاشن إحنا دلوقتي لما بنيجي نزرع بنحط حاجة تمثل جدر السنة وبتحط حاجة تمثل التربوش فهمت خلاص كده عوضت سنتك أم ملقيه التطور اللي في تيم بريتيش بالذات وعندنا في الكلينك ابتدينا نشتغل عليه حاجة اسمها الجي بي آر اختصار إيه الجي بي آر ده اللي هو البون اجمينتيشن والميمبريل إيه ده إن أنا مش عايز المريض بتاعي بما إني بديله رفاهيات كتير يخرج بسنة بس أنا عايزه يخرج بشكل فك كويس وبشكل وش كويس ودي انتقلنا لمرحلة تانية خالص يعني المريض كان هيحسبني قبل كده على إيه عندي سنة مسكة كويس في تربوش باكل عليه انت كده يا دكتور نجحت لأ في بريتيش ما بقيتش ده مقياس النجاح بالنسبة لي بقى مقياس النجاح إن بعد ما المريض يزرع أيا كان زرعة واحدة أو زرعة عشرة إن شكل الفك بتاعه جيد شكل انتظام الفك بتاعه شبابي فبالتالي إحنا بتدينا نعمل عمليات تدعيم للعظم بتاعة الفك في الأماكن الضعيفة عشان نحافظ على حاجة تانية غير الأسنان شكل الوش ودي تفرق جداً ودي المرحلة اللي أنا بقيت حاسب فيها الدبورتمنت بتاع الزراعة عندي بحاسبهم على إيه الزراعة جيدة؟ خلص دي نقطة تخطناها والناس كلها عارفيننا وعارفين إن إحنا لساكساسرت بتاعنا عالي جداً تعال أحاسبك على شكل اللسة حوالين الزرعة عامل إزاي؟ حجم العظم حوالين اللسة عامل إزاي؟ شكل وش المريض بقى عامل إزاي؟ دي المرحلة اللي إحنا بنتكلم فيها فابتديت أدخل في قسم الزراعة إحنا كنا مرة دكتور شرحنا إن إحنا عندنا مين المتخصصين في قسم الزراعة اللي بيشتغلوا الراجل المسؤول عن وضع الزرعة الراجل المسؤول عن وضع الكراون اللي هو التركيبات ابتديت أضيف لهم دكتورين لعلاج اللسة فقط بيعملوا إيه؟ بيشتغلوا إن بعد ما الزرعة تتحط يبقى عليها سيكنس كويس من اللسة اللسة حجم اللسة اللي موجودة كويسة وحجم العظمة حوالين الزرعة داير ميدور جيد فبالتالي ابتدى المريض ياخد مني خدمة أفضل وده اللي إحنا بننفس به دايماً برا مصر إن إحنا نشتغل على وضع رفاهيات للمريض أكتر من اللي هو كان بيتوقعها قبل كده زي حالة العظمة دي أنا شغال عليها بقالي سنة وعينين بريتش بقوا يكتشفوا ويجوا يقولوا لي إيه؟ إحنا مبسوطين قوي ومش فاهمين ليه مبسوطين بعد الزراعة مع إن لما كان عندنا أسنان ما كناش حاسين نفس المتعة دي أو الشكل دا ليه؟ نتيجة إن اللسة والعظم اللي حوالين الزرعات اتعدل وبقى شكله أحسن فبالتالي المريض خد favorable أكتر أو خد ميزة أعلى ويفرق في الشكل جداً فارق السماء من الأرض واسأل فيها دكتور أيمن على مدار 3-4 سنين فاتوا الناس اللي عملوا زراعة ونسأل فيها كمان متكترة التجميل نفسه بالضبط إنه هلاحظ إنه من غير فيلر ولا من غير أنا مليش دعو بالفيلر والبوتوكس دي المرحلة اللي بعد كده من غير ده الوش نفسه ملح بالضبط الوش نفسه سيمترييته كويس الدكتور بتاع التجميل اللي هيعمل لك فيلر وبوتوكس بعد كده هيستفيد جداً باللي أنا عملته وممكن يقولك مش محتاج وهتفرق صعوبة الحالة بالنسبة له من سهولتها من اللي أنا عملته فإحنا بقينا بنتكلم مع المريض إحنا أخد بالك يا دكتور أيمن دلوقتي يدخلين إنفيجن جامدة جداً في الفيلر والبوتوكس ده كترة الأسنان ابتدوا يقولوا إن إحنا أحسن ناس نقدر نعمل ده كمان بس يعني نهيك إن أنا لسه ما وصلتش لمرحلة البرفكت إن أنا أقول إن الدكتور الأسنان يقدر يعملها بشكل ببرفكت الشكل العظم والزراعة في البريتش هتسهل جداً على المريض اللي عايز يعمل تجميل للشفاف أو فيلر أو بوتوكس إن هي تستمتع جداً إن شكل وشها الدرس كويس فآخر نقطة بس عايز أوصلها إن أنا بعد ما كنت بتكلم مع الدكتور بتاعي إنت بتحط الزرعة فين؟ بيتسأله إنت بتحط الزرعة فين؟ ونبدأ نشوف العظم حواليها هل محتاج تدعيم من هنا؟ هل شكل الوش هيبقى هنا؟ هل الزرعة هتبقى عطار فيه خالص؟ فالعظم هنا هيبقى رفيع فشكل الوش هيهدى؟ بقنا ندرس ده ونشتغل عليه وده مهم جداً إزاي نطور فريق العمل الخاص؟ هو فريق عمل بالزراعة فريق ده ده مجموعة دول بتوع الزراعة صحيح يعني دول دول مش الدكتور أنا بتكلم على إيه دول بقى؟ بص دكتور الفريق ده عبران إيه؟ أنا هوضح لك نقطة عشان نقطة فريق العمل دي خطيرة وإحنا تكلمنا عنها كتير وإحنا ممكن إحنا من أوائل البرامج اللي تكلمنا على فكرة إن الأسنان تحولت لعمل الجماعي أه طبعاً خلينا خش في تفاصيل العمل الجماعي ده لأن فيه ناس فهمته غلط بص دكتور أيمن أنا شرحت لك إن أنا دكتور ريستورتيفي يعني إيه ريستورتيفي لما رحت إي دامبرا درست حاجة اسمها ريستورتيفي دانتستري أو تعويض الأسنان ده اللي بيخليك يبقى عندك القدرة إنك تقود تيم يعني تقود فريق حواليك فلو راجل سبيشيليست في حاجة تانية هيبقى بيعرف يعمل دي بس الاستعادة الاستعادة دي اللي أنا درستها دي تخليك تقدر تقود فريق عمل بس دكتور أيمن فيه حاجة مهمة لازم لناس تفهمها إن أنا لازم أبقى موجود في كل خطوة يعني اللي الناس بقوا يروحوا والشكوى في الدولة العربية بالذات وفي مصر إن المريض بيجيلي يقولي الدكتور اللي حطيلي الخطة العلاجية ما شفتوش تاني دخلت للمتخصص ده وللمتخصص ده وللمتخصص ده وما شفتش الدكتور اللي حطيلي الخطة العلاجية اللي هو أهم واحد لازم متواجد في فريق العمل فمش عيب إنك إنت تسأل على الدكتور في كل فيزت وتقول فين الدكتور اللي عمل لي ريستوراتي في دانتستري عشان يشرف على الخطوة اللي بعديها أو أنا دخل القسم اللي بعديها هيعمل إيه يعني هوضح بشكل أكبر لو أنا عندي مريض شرحت له الخطة العلاجية وقلت له إن انت هتدخل قسم الزراع قسم الزراع ده فيه ثلاث متخصصين منهم واحد للجرحم واحد لعلاج اللاسة واحد للتركيبات أنا اللي لازم أقول لكل دكتور إمتى يدخل وإمتى يخرج إمتى يكتفي بده وإمتى يعمل لي حاجة أفضل طب لو سبته للتلاتة دول من غير ما أنا بقى موجود هيحصل دايماً conflict في التريتمنت بلان إن كل دكتور ابتدى عايز يطلع الحتة بتاعته أحسن حاجة فيتدخله مع بعض إحنا مش محتاج دي أنا عايز ده اللي يخش دلوقتي فتاني نقطة بنأكد عليها هتقابل مثلاً في قسم الزراع أربعة ده كترة منهم أهم واحد اللي أنا تكلمت عليه النهارده أنت علاج اللاسة اللي هو مهم جداً 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 بس لازم تسأل عليا أو لازم تتطمن أن أنا موجود حواليك أو في الإطار لأن لو اختفت خالص هنكتشف أن أنت بتعاني من تداخل التخصصات دي وأن الخطة العلاجية بتادي تيحصل فيها نقطة ضعف زي ما بيقولوا فاحنا بنأكد وأكدنا على ده وجود الريستوراتف دانسري أو وجود الدكتور اللي أنت رايح له لازم يكون متواجد معاك فكرة إن الدكاترا يتخيله إن مهنة طب الأسنان دي مهنة بيزنس أفتح فرع واثنين وثلاثة واربعة وبقاش موجود فيهم خالص وأسيب دكاترا تانية تشتغل دي أزمة عندي لازم أننبه فيها الناس دي كارثة بالضبط كي يا دكتور دي كارثة كبير مش بس في الأسنان في أي فرح فكل حاجة بس في الأسنان بقت خطيرة لأن يا دكتور أيمن الناس بقت تستسهل قوي أنا مش مهمة بقى موجود مع العيان بتاعي أدخله للقسم ده يشتغل فأنا بقيت أشوف لا وإن أنا أصدر يعني الناس لسه لسه ما عندهاش الخبرة تشتغل مكاني دي نصيب أسبب وحتى لو عنده الخبرة بس مش درس كل حاجة المصايب بتيجي درجات وإنت قلت درجة صحيح لكن أنا قلت الدرجة الأسوأ صحيح أنا فعلا قابلت بيشنت راح لكلانك هو راح لدكتور معين عارف إنه شاطر ما قابلوش خالص ما شفوش ولو شفو شفو مرة واحدة بالصدفة طب فين الأدفنتيج اللي أنت خدتها يعني أنا بقول لهم دايما أم لأنا يعني يعني أنا بابزل مجهود غير طبيعي دكتور أيمن عشان أحافظ على فكرة إن أنا لازم أشتغل بإيدي لازم أشارك لازم أعمل حاجة ورية لازم أي خطوة بابا أنا لو أنا مش بعملها أنا لازم بابا عارف إنها بتتعمل هيدي يا دكتور أيمن يعني أنا مثلا معنا البتاع زراعة بيعمل زراعة لكن أنا بابا شايف الخطة العلاجية وعارف إن الزراعة دي بتتعمل دلوقتي وعارف النوع وعارف إن شكل وعارف إنه تعمله سيتي وعارف كل حاجة تعمل لأ يا دكتور أيمن أنا كمان عامل في السيستم وعررتش إن أنا لازم أبقى موجود خطوات معينة يا دكتور أيمان تصوير السارك السارك وإحنا الجهاز ده زي ما حراك عارف قد إيه الأدفانتش بتاعته أنا اللي لازم أصور ليه؟ لأن فيه نقطة معانية لو أنا ما صورتهاش حخصر كتير فيها فزي ما اتفقنا أن فريق عمل بتاع الزراعة مهم يتطور جدا لكن مهم أن الدكتور اللي أنت رايح له تلاقيه وتسأل عنه وتعرف أنه هو متابعك ويقابلك بعد كل خطوة لو سألتك عن نسب النجاح والفشل هي بسؤال تقليدي أنا عايز أسألك على إيه اللي يخلي النسب تزيد أو تقل النقطة اللي احنا تكلمنا فيها ده جزء ده أهم نقطة أن أنت فريق العمل متواجد بكل أفراد وبالقائد اللي موجود معاهم ده مهم جدا طب إيه تاني؟ أحيانا السن الحلس لا السن لأ السن أنا ممكن يدخلي شاب عنده عشرين سنة تبقى نسب نجاح الزراع عنده أقل من واحد عنده تمانين سنة أما الإيه اللي يفرق شوية التدخين كلما التدخين يزيد بكمية كبيرة الهيفي سموكرز نقل شوية نسب النجاح السكر لو انكنتروليبل يعني لو أنا مش بتابع السكر بتاعي خلص نسب النجاح بتقل ده من النسبة للمريض بالنسبة للدكتور عنده نوع الزراع لازم يستخدم زرعة نسب النجاح بتاعتها عالية ونسب النجاح بتاعت الزراعات يا دكتور تقارن جدا دايماً بحب المثال ده العربيات في مرسيديس وفي بي أم وفي أنا مش عايز أقول إعلانات خلاص يعني بس أقصد فيه أنواع عربيات عالية جدا وفيه أنواع عربيات عادية ودي عربية ودي عربية الزراعات كده برضو كلما الجودة الكواليتي بتاعت الزراعة تتحط كلما الرفاهيات في الزراعة تزيد نسب النجاح بتاعتها تزيد طبعاً دراسة الدكتور وجود المتخصصين ده كله يعلي نسب المجاح جدا التوكيل كمان لدور قصدي في الأسناس أعتقد يعني أنا بكلم على الأسناس بمكلمش على حاجة تانية الناس تزعى هو مثال آه مثال يعني الفي يعني القافية توقف عشان يعني نروح بقى للتجميل كمان هل هل التجميل بقى عالم منفصل على الزراعة تانية لا التجميل لا ينفصل عن الزراعة تماماً ده أنا يعني في كل بلاني يا دكتور أيمان ألاقي الزراعة دخلت في جزء والتجميل دخل في جزء شوية ساعتني اشتغل التجميل بس بس أقصد خلاص هو لا ينفصل طيب خليني أتكلم وارجع عشر دقيقة لوارة في الحلقة بتاعتنا وافكركم إن احنا قلنا إن شكل الوش ديفرق في الزراعة عندي يعني التجميل متدخل تماماً مع الزراعة يعني الوقت وانا بعمل الزراعة بشوف هحطها فين عشان الكرام بتاعها هيبقى شكله حلو ولا وحش اللي هو الشكل الخارجي وانا بعمل التجميل ناهيج بقى دكتور أيمان عن جميع الأقسام المتدخلة في في حالات التجميل وانا النهاردة هفضل أكرر ده ومش هزهق لو الدكتور مش متواجد مع الأقسام دي وابتدى يوزع كل دكتور في الضور بتاعه ويشوف العيام بعد ما يخرج من الحالة دي قابلها فيدخلها للقسم الثاني وكذا هنحصل أزمة في حالات التجميل في مصر ليه دكتور أيمان احنا اتكلمنا قبل كده بفكرة ان احنا بنصمم على كل مريض حاجة ليه هو مش بنعمل حاجة ثابتة فالناس عارف هتعمل ايه فأنا عايز قول حضرتك مثلا يا لأو ابتدينا نشوف حالات التجميل بتاعتنا هشرحلك في كل حالة من الحالات بتاعتنا يعني مثلا الحالة دي انا كان عندي فيها كذا حاجة لازم تدخل اول حاجة لو بصينا على السنة اللي في الوسط اللي بيسموها السنترل فيها تآكل اه يبقى انا قبل ما هشتغل هدخلها المين لمتخصص الحشو ارجوك قولي السنة دي الحشو اللي فيها دي لما تتغير هتأثر عليها ولا لأ اللي والله هغيرها فيبدأ يشيلها ويسلمني السنة دي بحشوة جديدة سليمة يبقى ده ملوش علاقة بفكرة ان انت هتجمل تعمل اسنان حلوة او اسنان وحشة انت لازم تحافظ على اسنان المريض شوية طيب معلش انا عايز الناس تركز معي في التفاصيل شوية لو بصينا على الست اسنان الامامين اللي هم التلاتة الناحية دي والتلاتة الناحية هللاقيهم طالعين لبرا وظهري الدروس الخلفية الصغيرة اللي برا دي دكتور ايمان هتحس انهم تخبية الجزء عملنا لنا حاجة ممكن دكتور ايمان هو الوحيد اللي افاكرها الباكالكوريدو او الجزء الشارع الخلفي يبقى المريض ده دهليز الدهليز ده زي ما حرج بتقول طيب يبقى انا عايز اعمل للمريض ايه المريض ده بيعاني دايما او المريضة الجميلة دي بتعاني من ايه من ان انا لما باتحك ابتسامتي باينة صغيرة مفيش اسنان كتير مرسومة فتبقى يلي ابتسامتي حلوة طب انتعارف يا دكتور ايمان ان الجالف اريز اللي هي دول الخليج السعودية والكويت والامارات وقطر وا 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 الدول دي المريض بيحب فيها جدا وده اللي احنا قلنا ان احنا بينا نصمم لكل دولة اللي احنا فاهمين انهو بيحبه بيحبه جدا الوايد سمايل ان ابتسامتي تبقى عريضة زي ما بيقول واسعة واسعة الصغل بيقولها في دولة الثغل للزبط كده يعني مبتسمة هم ليهم شعر للزبط كده وانحنا بنصمم له ده وعارفين هم بيحبوا ايه كوي فابتدينا نركز قوي في فكرة ان انا لازم اعمله اللي هو بيحبه انا عارف هو بيحب ايه فلازم اصممهله في بريتش ودي بقت الفكرة بتاعتنا فلازم اطلع الدرسين اللي جوه دول برا وافرد الابتسامة وارسمها عشان المريضة دي تحس بقدي ان ابتسامتها حلو طب تعالوا نشوف الصور بعد خلينا نشوف الصور اللي بعديها عشان نسبة البقى الكوريدور اكتر عشان نشوف الوايد ايوه وصيبت ايمن دي بقيت لما تبتسم الابتسامة مالية الاسنام مالية اللي ابتسامة وهي كان كنهانة مكسوفة شوية لو ضحكت ضحكة ضحكة يعني ممكن نشوف الصور اللي بعديها وقابله بعض مع بعض هيبلينا قدي ايه ان لسه مش واخد هي لسه عضلات بقاها مسكة على الابتسامة القديمة ليه ايوه دكتور ايمن صح هي بتخاف عشان شكل دول كانوا وحشين قوي فلما بتسميل وترسم كانت لسه مكسوفة وبتبتسم نفس الابتسامة اللي ما تبينش أسنانها قبل لو شفناه جنب بعض الاثنين مش ديه الاول صورة وثالث صورة الاثنين جنب بعض هنلاقي انه واضح جدا الفرق الكبير في اتساع الابتسامة دي الاخيرة الصورة الاخيرة الصورة الاولينية اللي كان فيها الجانبين القبل خالص مظلمين بالضبط وعلى فكرة الجوانب تبقى مظلمة بشكل اوضح لو الابتسامة بقى وسعت اكتر هي يعني لو المريض ابتسم فبيخاف يبتسم ابتسامة لان الاسنان مش مالية ده فيبان سواب جوه بقه فيزعل من اللي ابتسامة بالضبط كده يعني الفكرة العامة هي نفس الفكرة دي بس طبعا الصورة هي مش قادرة تبتسم هنا ولا هنا انت عملت اي حاجة في اللاسة؟ طبعا ترسم طبعا ما هو انت عشان ترسم اسنان عريضة لازم ترسم لها البرواز تجاهز لها البرواز اللي هي عاملاه وطبعا يعني بقى هي دي نقطة مهمة دكتور ايمان ان كل بيشنت بيبقى عنده رغبة معينة بحاجة البيشنت دي عايزة اسنان طبيعية تماما فانا لازم اعمل اسنان فيها تعريجات توضحة دي الاسنان طبيعية يبقى لو انا مش موجود ودخلتها لاي دكتور ابتدى يشتغل وما فيش تصميمه ايه اللي هيحصلة؟ واضح ان المشكلة كبري انا زعلان لاني اميلت مرضى كتير بيشتفوا منه وانا بقولك واضح ان المشكلة كبري على فكرة اللي بدأها اللي بدأ هذه المشكلة الخليج في الامارات تحديدا او في دبي تحديدا بدأت تظهر ظاهرة انه مركز له فروع ومش عارف ايه ومفيش حد بيتابع والدنيا هي الفكرة خلينا وضحها يعني اللي بيفتح فروع لساندويتشات هو نفس الساندويتش هتاخده هنا لا الموضوعه مختلف تماما لكن الاسنان يعني لازم انت تخرج العلم بتاعك وتستغل وما يتحولش البزنس يعني فكرة ان انت تحول المهنة دي البزنس هنقابل فيها صعوبات كبيرة لا يعني الاسنان مينفعش فيها جو مستشفى مينفعش مستشفىات ينفع مستشفى واحدة انت طالع نازل فيها ها ممارد متروح لأ يعني اقصد اقول ايه يعني جو المستشفىات موانا لما بروح مستشفى الفلانية وليكن اسم الملي الموجود في مصر انا بروح قصر العيني هناك أسرعين قديم، هناك أسرعين فرنساوي لو هناك فرع تاني خالص تفتح في أي حتة تانية، سأذهب أنا أذهب إلى المستشفى لكن هذا لا ينفع في الأسلام لا ينفع خادص وأريد أن أقول لك شيئا يا دكتور أيمان أنا أقوم بعمل إنتربيوات في البريتش قبل أن أقبل المريض يعني دائما أنا أقوم بعمل إنتربيوه عشر دقائق لكي أرى هذا المريض سيستفيد بالله أنا أقوم بعمله أم لا وأنا أيضا هو مناسب لي أم لا فالمريض اللي عايز كرواتة وعايز يخش الدكتور واحد ويخلق ده أنا دايما بحيث أن هو ما يصلحش للبريتش إحنا نصلح للناس اللي عايزة تفاصيل وعايزة تدلع وعايزة تاخد ديزاين وعايزة تستفيد بكل خبراتنا أنا ضد المريض اللي عايز يروح يعمل ويش عارف إيه والوقت بالنسبة له والكلام ده والكتب حسنان ما ينفع والله حتى الوقت هنلعب معك فيه وهنشتغل أيوة بس في حدود وإنك إنت ما تاخدش نص خضراتنا وتسيب النص التاني عايزين كلنا نشترك أنا مش جايب مش بقالي خمس سنين بجمع في تيم تلاتة وعشرين دكتور عشان في الآخر ما تدكش سورفوس أعلى ما يمكن فيها أعلى الجهاد أنا في الآخر عايزك تجمعلي نهاردة في الحلقة بتاعت النهاردة وهنقعد نتناقش أخطر وأكتر الحاجات اللي أضرت بعالم طب الأسنان في البروباجندة بتاعتها يعني هنقعد إن ده خاخر سؤال خلينا نقوم آه يعني هنقعد فكر كده إيه اللي ضر طب الأسنان؟ أنت هتقول حاجة وأنا هقول حاجة من وجهة نظري في البروباجندة أو في الدعاية في عالم الدعاية يعني أنا أعتقد إنه في طب الأسنان فيه ناس فيهم الدعاية غلط طبعاً يعني أدع أعتقد هم أفتكروا يا دكتور أيمن إن الدعاية دي هي العمل الوحيد لا يعني هم نسيوا إن أنا أقول للبيشنت بتاعي مثلاً من خلال برنامج الدكتور أنا أعرف أعمل كذا لكن لازم تبقى قادر إنك تنفس ده لأنك لو مش قادر مش قادر ده هتبقى عندك أزمة في ثقة المريض المريض المصري ما ينفعش الضحك عليه بالضبط يا دكتور أيمن وأنا دايماً بقول للدكتور أيمن يعني الفيصل بيننا وبين أي حد بيكلمنا نسب رضا المرضى بتعلم يعني يا دكتور أيمن لازم أخد نسبة رضا الناس عندنا فأنا مثلاً في آخر الشهر بجأ أقول لهم جمعوا لي عندنا مثلاً مئة عيان 98 رضين طب خلاص سيبوا الـ 98 دول وتعالوا نمسك الـ 2 دول ونشوف نقدر نشتغل على إيه عشان نزود لهم الرضا اللي عندهم أو المشاكل أو الـ اللي قالوها في التريتش فنقدر نسد نقطة الضعف اللي عندنا فيها دي نقطة مهمة قوي وهارجع تاني الحتة دي خليها في الآخر عشان نسخن فيها في الآخر نروح للحالة التانية في التجميل حالة التانية في التجميل احنا خدنا حالة سيمبل لطيفة سنة مكسورة بكل كل دور حاجات اللي هي إيه اللطافة يعني تعالوا نشوف يعني أكيد احنا هنا حاجة أصحابة بص دكتور أيمن هنا بقى إيه المريضة دي جاي بتتحكلك بالشكل ده ببساطة الدكتور هيبص على إيه هنا على اللاسة على اللاسة طبعا مش هيبص على الأسنان ولو بص على الأسنان هيدمر المريض فتخيل أنا حولت الحالة دي لدكتور التركيبات فرحم الله تركيبات حلوة قوي المريضة هتخرج تقولك إمتوا ماستفدش أي حاجة ماستفدناش والمتخصص في التركيبات عمل شغله مظبوط يعني هو عمل الأسنان وجمل هنا كانت هدفي الرئيسي يا دكتور أيمن نطلع باللسة لفوق نطلع بالأسنان قصدي لفوق عشان ناخد الشكل الكبير اللي باين من اللاسة ده وما نظهرهش في المريضة لما تتحك تبان أسنان وجام بيها لسة ما تبانش لسة بس وحطة أسنان صغيرة قد كده بس دي بسمال سواء صادع يبقى محتاجة متخصص جدا في اللاسة مش دكتور اللاسة لسة بقاله يوميني محتاجة أدفانسد محتاجة راجل عام الماجستير في علاج اللاسة دكتوراه في علاج اللاسة يشتغل على علاج اللاسة لأنه هيعمل حاجة أيمن اسمها الناس الدكاترة فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ إن فيه فرق كبير ما بين الجنجفاكتومي إن إنت يضوب تاخد من اللاسة ميلي أو اثنين وما بين إن إنت تاخد من اللاسة أربعة أو خمسة ميلي دي اختلفت بشكل كبير اختلفت بشكل كبير ولو شوفنا الصورة هنلاقي إن هنا بقى عندها أسنان وخد باقي دكتوراه أيمن بعد ما عملنا الكراون لانسنج أو اشتغلنا على اللاسة حطينا فينيرس فإحنا قضينا لها على كل نقطة ضعف مش بس إن الأسنان بقى شكلها حلو كمان اللاسة اختفت أو ظهر منها جزء بسيط والباقي أسنان يبقى تاني حالة اشتغلنا عليها مع أيها دكتوراه هي وشاة كلها يبقى مختلف يعني هلال عمال يقولي بتسامة اختلفت وشاة نفسه اختلف إنت لو شفتوا وشاة دي قابلة وبعد هتشوف واحدة تاني بالضبط يعني لو كان عندنا ما عندناش خصوصية العيان ونشوف وش كنا نظر الوش أنا كان نفسي شوفوا الشاة كنت هتشوف يا دكتوراه أيمن أنا أوريها لكو في الكواليس أنا نفسي شوفوا الشاة فاليك دي بقى أول مرة أطلب منك أنا أشوف عيانة بالضبط يعني أنا دايماً بحتفظ بخصوصية المرضى بس هوريكو قدق اللي ابتسامة فارقة جيدة ناوريها لكو بعد طوح طيب خلينا ننتقل لقسم تاني أنا كل حالة هقولكو مين القسم اللي أنا وجهته وقلت له اشتغل هنا لأن دي هتفرق بس نرجع للحالة اللي فاتدي في حاجة بسرعة كده معلش هتعبكو معايا الحالة دي في الأسنان هتعمل حاجة أجته أشور أو حاجة عملنا فينيرز معاديها لكن يعني لو إحنا استعجلنا دكتور عاملنا فينيرز على طول ما استفدتش حاجة لكن لو فيه دكتور قال خش علاج اللاسة الأول سيبها تستريح أسبوعين حط فينيرز بعديها فارق السماء من الأرض في القطة العلاجة عملت حاجة للشيفة يعني قدت حاجة خالص خالص ما عملتش أي حاجة ده أنا بقول للمريد لا سيبني أشتغل بروحتي ولما النتيجة ما تعجبكش قوي روح بقى أعمل البوتوكس والفيلرز يعني أنا أقصد لحد دلوقتي أنا ما تدخلتش في البوتوكس والفيلرز بشكل قوي قريب قوي هتلاقيني بقول لك إحنا ابتديني فهم قصدي بس كان أقصى حاجة إن إحنا عملناها عدلنا الأسنان واللاسة وقلنا لها لو النتيجة ما تردكيش بالشكل ده ده يقدري تتوجهلي التجميل وتعمل البوتوكس والفيلرز اهه كان عادة الحوار معك في الكيس بيوم ممتع تعالوا نشوف الكيس اللي بعد كده تعالوا بقى نتطور بيديني فرصة إن أنا أطلع على دكتور الأسنان الجواية اه لأنا جاي بحالات النهاردة الهدف منها إظهار فريق العمل والروح التعاون ما بين الدكات فلجة السنان الشهير أنا بس الصورة مش واضحة أنا عايزة أطلعها لفوق شوية فلجة متاحة لا هي باينة قوي بس باينة على الشاشة الكاملة طيب طيب لكن فلجة السنان الشهير طيب أنا عايزة أقول لك حاجة يا دكتور الحالة دي تعمل لها إيه؟ أنا عايزة أنت تخرج دكتور الأسنان وتقول لي تعمل لها إيه؟ بص هو إحنا عشان نتكبر السنتين اللي في المص هتبقى كارثة لأن إحنا هنعمل سنتين زي بتوع الأرنع بالظبط إحنا لازم نوزع المسافة اللي بين الاثنين على البقية السنان طيب أنا هقولك حاجة مفاجأة أه البيشينت دي دكتورة أسنان طالبة في سنة ربعة أسنان وهي جيّلنا إحنا يا دكتور أمي نخد بالك إحنا بريتش فيها شريحة كبيرة جدا من دكتورة الأسنان وده أكتر فخر أنا أفخر إن دكتور الأسنان نفسه يصق فيك وييجي يعني سلم لك نفسه ده شرف يعني أن أنت تخيل إن أكتر واحد عارف ملمة بالأسنان وبيخاف منها وعارف مخاطرها وييجي فأنا قطاع الأطباء في بريتش مرعب يعني بما في دكتورة الأسنان عندنا على الأقل لكل يوم مرضى يجب أن هم دكتورت أسنان هم دكتورة أسنان طيب عندما اتكلمت مع هذا الطريق قلت لي يا دكتور أنا أريد شيء لديها تكلفتها ليس عالية قوي وفي نفس الوقت هذا سيؤثر في مستقبلي جدا تعرف يا دكتور أيمان ما نفعل هذا كله بالحشو الحشو التجميلي شيء يسمى كومباوزيت فينيرز كومباوزيت فينيرز تفرق ما يعني كومباوزيت فينيرز السيراميك الدورابيليتي يعني هذه تعيش خمس سنين ست سنين سبع سنين بعد كده يجي عليها سباوات يعني ما تستحملش قوي تعيش مثلا أطول من كده وأحيانا فيه ناس بتعيش معهم أكتر من كده بس أنا أقصد أن هنا دخلنا أنا عندي أستاذ في الجامعة في الحشو التجميلي ما بيعملش حاجة غير الحالات دي قدر يوزع بالحشو والرسمة إن الدكتور بس الخطة العلاجية لنا سمتها صح هي هي اللي أنا قلته هو اللي احنا عملناه بس المفاجأة أن احنا عملناه بالكمبوزيت فينيرزا مش بالسيراميك فينيرزا آيوة يعني كل الناس اللي شايفوا الصورة بس أنا قلت خطة على جاية جامدة صحيح آي صحيح بقلت ليش إن أنا طلعت دي كل سيران تخوي لا لا أنا أنا عارف ده يعني متوقع ومتوقع ومتوقع عارف أني إنت هتعرف الله يشبه فعلا لأن إحنا اتكلمنا كتير في فكرة أني إنت تعمل دياستما الفراغ وتقفل السنتين دول بس أكيد المنظر هيبقى كارسة أنت محتاج توزع وترسم اللاسة إحنا هنا رسمنا اللاسة كمان آه طبع فساعدتنا أن إحنا نرسم ابتسامة وعليكت اللاسة بالنسبة للنسبة آه والحالة دي دكتور أيمان أنا عرضتها برا أنا الناس أعجبت بيها جدا ليه؟ لأنها فيها فن يعني الناس اللي في قسم الحشو التجميلة يعرفين الحالة دي حالة فنية رائعة يعني حالة معمولة حلوة قوي 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 حشوات الحشوات التجميلية ودي ميزتها الرأي سيد دكتور أيمان أن هي كاكوست أو كتكلفة على المريض أقل شوية يعني بنستخدم بنستخدم الأقسام دي لو أنا قابلتني المريضة وأنا مش فاضلها وقعدت معها خمس دقيق فقالت لها والله يتسيراميك فينيورز موجود قالت لي لأ دي التكلفة مثلا بتاعتها عالية خلاص روحي لا لازم تعرض أمامية ثانية تخليها تشوف حاجات ثانية وده دورك مع المريض صح قالوا لي إحنا مظلومين قوي لأن فيه داكاترا كتير ما بيردوش يعرضوا الحل ده يعني أنا نقدر أعمل هقعد المريض خمس سنين لعشر سنين من خمسة لعشر سنين حلو وكويس وعلمته في نيرز كويس ليه تعرض عليه السيراميك بس؟ اعرض عليه الكمبوزيت وقل له ما سواء يعني قل له عيبها وميزتها وهو يختار فتدي للمريض بتاعك أريحية وتدي للناس داكاترا العمالقة دول فرصتهم من أنهم يطلعوا الفن بتاعهم بالصبت يعني فعلا دكتور ايمان أنا بأعرضها في مؤتمر انت مش متخيل كمية الإعجاب يعني كان فيه كذا حد جنبي بيعرض سيراميك والناس أعجبوا جدا بالحالة دي كالكمبوزيت طيب تعالوا يعني شوف الحال اللي بعدها كل شوية احنا بنرفع الحال طيب الحالة دي ايه بقى دكتور ايمان؟ الحالة دي فيها تفصيلة واحدة بس هي السنة الكبيرة اللي في السنتر بالضبط هي التفصيلة هنا يتخليها حلوة يتخليها وحشة يعني دكتور ايمان لو عشر دكترة عملوا فينيرز على الحالة دي هتطلعوا وحشة الحاجة الوحيدة اللي تفرق حاجة اسمها الميدلاين كانت الميدلاين كانت الخط الوسطي اللي في الوسط ما بين السنتين الكبر هي في سنة طالع عن سنة كلنا يبقى متفقين على ذا هنعدلها بس الميدلاين كانت دكتور ايمان يعني ايه؟ يعني بدل ما الخط واقف كده لا الخط عامل كده ميل فابتسامتوا كلها هتبقى عاملة ازاي؟ كلها ميلة فانت لو حطيت فينيرز ونسيت الكانت ده اللي هو العوجة بتاعت الميدلاين ده الحالة هتطلع عاشة جداً لان المريض ما استفدش حاجة غير ان انت عملت له فينيرز اللونها ابيض لكن ما فهمتش الكانتنج عوجة الميدلاين دي طب خلونا نشوف الصورة بعد بعد بقى يمكن لما نشوف بعد نفهم اكتر بالزبط هنشوف فاتحة ايه ماشي حلو هنا ايه اه يعني بالزبط عمالنا الكانت ده بقى لو عملنا خط في الوسط هنلاقي خط مزبوط فارق السنتين بالزبط ورجعنا السن الورا شوية السنين البقية ما حدش عمل ما حدش قرب منها ما حدش قرب منها خالص هي السنين حلوة جداً لكن انا الفكرة الرئيسية في انك تفهم ايه المريض دي امتى هيبصت بابتسامته امتى هيبصت في المرأي لان اخد بالك دكتوري من الصعوبة في انك هو المريض بيجي يقولك ما بيجيش يقول انا عندي كانت هو بيجي يقول انا مش مبسوت انت اكتشف ايه اللي مش مبسوت فيه يعني حارك فاهم قصدي ولما هتخلص له مش هيقولك انت ما عدلت ليش كانت هيقولك برضه انا مش مبسوت يعني هو مش فاهم ايه اللي مش باسته فالتك نزق انك تتخيل ايه اللي يعدل تفصيلة بسيطة جداً فتعمل فيها مهمة جداً هل السنة اللي هي في السنترال دي عملت لها بكراونج؟ لا عملت فينيرز كله اه بس مردت بس زودت سمك الفينير هنا عنحل يعني لعبت بس في سمك الفينير شوية عشان أزبط ليه؟ لأن الأسنان سنان سليمة وكويسة سنان حلوة وكويسة جداً اللي بعديها؟ اللي بعديها الحالة اللي بعديها احنا كل شوية فيه تفاصيل هنا دور يا دكتور آنمين الديزاينر تنظيم بقى لو مش موجود وتعمل لها فينيرز هتروح في دهي فاهمين قضي؟ فأنا هافضل أفضل طول الحلقات اللي جاية ان يا جماعة ادوا مجهودكم للبايشنس انهم محتاجينكم جداً طيب هنا بقى اي يا دكتور آيمن؟ هنا بقى دو يعني هنا سنتين اكبين على بعض بالضبط هنا الأسنان يا دكتور آيمن خلينا اقول كده بالضبط مربعات يعني شكل أسنانها الـ هي ربنا خليها الـ يعني سنانها مربعات هروح مريض بيبص كده او دكتور من اللي بيتفرجوا علينا يقول لي يعني ايه مربعات انا مش فاهم يعني انت هتضيف ايه يعني خلينا نشوف شكل الأسنان بعد عشان تعرف هنقصد ايه بالمربعات مفيش 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 تناغم مفيش راسمة وبقديم السنتين فيه السنتين هقول لي حارك حاجة اللي يفهمها ده كاترة الأسنان الـ دي بينا ان هي أسنان طبيعية بس خلينا شوفها على اقتسامتها وروني ضحكة البنوتة دي ده انا اخترتها أحلى حالة في شهر واحد ياه اه يعني يا فعلا أحلى حالة في شهر واحد اه يعني انا في شهر واحد بجمع كده مثلا 30-40 حالة واقول دي أحلى صمائل عملناها دي اخترتها أحلى حالة اللي عجبني كمان في الحالة دي في الإضاءة اللي فاتت معلش نشوف الصورة اللي لاني برضو إضاءة بتفتق سنة لو رجعنا للصورة دي نشوف الطبيعية بتاعت التعريج الموجودة في سنة بي بي نيرزر بتاعتنا دكتور ايمان ازاي بنعمل تعريك في الأسنان بتاعتنا وستينز بشكل معين عدتوا فترة انتم أنا وعبد الله اللي شغالين عليها بشكل مير جد عبد الله بهاي حلقة بقوله قولي السر يقولي مش اقولك بلسه شغالين على حاجة دلوقتي تتفاجئوا بيها بي في دور شغالين على حاجة برضو هتضيف جد اللي هي السيرفس السطح بتاع السنة ازاي في تكاعة وحقولي حراك حاجة دكتور ايمان اللي بنعمله ده لازم الناس تفرق انه ما حدش يعني في مصر انا لحد بقتي ما شوفتش ده مش غروب يعني بس فعلا انا ما شوفتش يعني حد قادر يطلع من السيرك النتائج دي في ناس بتقدر توصلوا بالمعمل يعني المعمل يقدر يقرب من ده لكن سيرك انك تحط بلوك في السيرك وتطلع منه الشكل الناترال بتاع البنيرز ده انا شايف ان احنا يعني رقم واحد في مصر زي ما بيقولوا في فكرة المونولاتيك بلوك واقدر اطلع منه الشكل الطبيعي ده في يوم واحد وده يعني انا شايف ان الحالة دي حالة شوف الكيرفات شوف الكيرفات الكيرفات دكتور ايمان لسا كنت اقول حالة دي الكيرفات الهنائيات بتاعت السنان الهنائات السنة ورسمة السنة على الشفايف بتاعتها خليتني اختارها احلى حالة في شهر واحد نتيجة الرسمة واللون طبعا بالضبط اللون طبعا مع البنوتة ترسمت باتتسامة مختلفة هي حتى جاية يعني حتى حتى احنا انا حتى ساعات الدكتور يضحكوا انا يعني هقولهم حاجة بيقولولي ايه انت ليه ما بتحطش الحالة قبل قبل بروج عشان يبقى فيه مصداقية يعني قبل بروج وبعد بروج هقولهم يعني انا حالة لسا جاية باسمانها وحشة اقول له حطي روج عشان تتصوري بشيبقى ليه عيني يعني حركة واضي لكن بعد طبعات اقول له حطي روج بقى هي بيبقى خلاص جاية بالدقيقة لكن تخيل انت اه جاي في الاول اقول له حطي يعني فانتوا لازم تفهموا ان احنا بنحط روج بعض عشان نفسية الفايشنت تبقى مبسوطة بعض الحالة اللي بعد كده الحالة اللي بعد كده دي مهمة جدا 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 دي حالة صعبة دي الحالة دي كانت فتاة عراقية وانا بقى برضو دول تونس والمغرب والعراق ليهم طبيعة خاصة باسمايلز خاصة بيهم لو عملت لهم زي السعودية والامارات والكويت اللي هي الدول التانية ما يحبوش الابتسامات دي خالص هي كل دولة لها شكل معين او ابتسامة محببة لها على قد ما الجولف ايريز يحبوا الابتسامة العريضة زي ما يقولوا الابتسامة الصبحة زي ما شرحنا هنا يحبوا الاسنان الصغيرة اللي مرسومة بس صغيرة ودايما الريلاشن ما بين شفايفهم ووشهم والاسنان يحبوه الاسنان تبقى اصغر لو هنا في مشاكل كبيرة هنا في مشاكل كتير على فكرة انت اكيد منلاحظ انه العراق وتونس وليبيا والمغرب عندهم مشاكل في سنهم كتير بالضبط كده ومصر 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 يعني مصر تندرج مع الدول اه مع الشرق دي يعني اكتر من الجلف وبالضبط حراك لو سألت اي واحد معدي في الشارع في الدول دي بالذات لان انا درست السيرفيز اللي اتعملت عليهم يقول لك احب سنانية صغيرة تقول له كده تحب سنانية كبيرة والصغيرة اقول لك صغير عكس دول دي الجزائر برضو مشاكلهم في سنة ما هي نفس الدول دي طيب خليني اقول بقى الحالة دي ليه انا معجب بها جدا الحالة دي 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 ايما فيها مشاكل الدنيا يعني المريضة دي هي عارفة كويس قوي انها جاية لنا والحالة فيها صعوبات كتيرة هي خلعة اسنان وفي مسافات مختلفة عن مسافات ومساقدر اوزع الاسنان يعني يا دكتر اقول لحضرتك حاجة هنا شايف المسافة دي اللي هي المخلوعة دي تحط فيها ايه يعني دي مسافة صغيرة جدا تشتغل عليها ازاي وبالذات ان هي مش عايزة تقوين دي عايزة حلقة الوحدة فعلا وعشان كده هقول الحالة بس تنبز عنها وهجبها بحلقة جديدة نتكلم عنها الوحدة انا نزلتها يعملولها مع متخصصة عندي حاجة اسمها واكسب ايه الواكسب دي دكتر ايمان نصب لها كست شكل الاسنان عندنا ونقعد نرسم عليه بالشامعة ونشوف السنة دي لما تكبر دي هتصغر ازاي ولما دي تصغر تكبر ازاي وعملت لها تلات امثلة وعدتها اتخرق مع الدكترة مين عاجبه دي يقول لي كذا مين عاجبه الرسمة دي اقول له كذا جبت المريضة انتي عاجبك ايه تقول لي اللي تشوفوه وفي الاخر اخترت واحدة من التلاتة كل ده بره بق المريضة تخلي ان احنا دخلنا اشتغلنا الاول لدكتر ايمان وفيش حد بيدير القصة واحد عملها من دماغ فبالتالي النتيجة دايما كارسية الحالة تصغر تحلوة اوي اوي مع انها صعبة جدا والبيشنت هجيب لحضرتك ليها بقى فيديو بوشها المرة الجاية بتتحك وبتقول لك قد ايه حاسة بالاختلاف الحلقة اللي جاية ان شاء الله شوفوا الصور بعد عاملة ازاي وتوزيع المسافات حصل ازاي والرسمة عاملة ازاي الحالة دي جايب لها صور افتر كتير لان الحالة دي بعد ما سفرت متواصلة معنا على طور كل يوم تقول لي ببص في المراية وادعي لكو وادعي لكو ادعين بريتش لا الشعب العراقي شعب جميل شعب راقي جدا انا في المهندسين كان جاري جاري كان عراقي رجل عظيم جدا كان مهندس محترم الدول العربية كلها تستحق دكتور ايمن تستحق ان احنا نركز معاهم اه لا لا ومعظم عينين من العراق كانوا ناس في غاية يعني مثقفين جدا وشخصيات العراقين جمال وزي يقول الحركة يا دكتور ايمن هي الفكرة في ثقافة ان انت تفهم ثقافته هو عايز انت لو عملت له الابتسامة اللي بتعملها المريض تاني مش هيتبسط بيها مع انها ابتسامة حلوة تعجيبه وهي ثقافات الشعوب وتحية لكل الدول العربية من فكرة ان الناس دي عاطفيين جدا جدا وهم على فكرة كل الدول العربية بلا استثناء عندهم تقدير للطبيب المصري جدا جدا يعني زي يقول الحركة تتواصل معاك من برا كل يوم تشكرك وخلينا يعني اكد على حاجة يا دكتور ايمن انا ما شفت الشعب اجمل والله دي مش مجامل وانا كنت في انجلترا بتعمل مع الشعب اللي اجمل من الشعب المصري والله اكتر شعب شعب المصري ده شعب اه عليه ضغوط ومع ذلك دايما يقدرك ودايما يعني انا دكتور ايمن عمري انا دايما كده اقول لهم يعني مصر دي بياخد فيها النجوم الممثلين اكتر شوية او لعبت الكرة بياخدوا الضغوط شوية عن الدكاترة واح في العالم كله اه في العالم كله كم بس البيشنت دايما يعوضك المريض المصري يحاسس بيك اه وبيحس ان انت قد ايه مظلوم وقد ابت اكتهت فيقول لك انت قدرك كبير واحنا عارفين ده وان لو مش مسلط عليك الضغوط بره ده والله والنجوم نفسهم يعني انا لما بلتقي النجوم الممثلين اه والله يا دكتور ايمن فعل المصري بيقدروا جدا عندك حق عندهم تقدير كبير كده الفن المصري رائع الفن المصري رائع بيختصرهوش في حاجات معينة لا الفن المصري اعصى من انه يختصر في تصرفات غلط من حد او بتاع الفن المصري رائع انا بشوف ده دكتور ايمن زي ما حراك قلت حتى الممثلين اللي بيجوا يعملوا الاسنان بتاعتهم انا بشوف منهم تقدير كبير ليد جدا وتقدير لشغلنا ويللنا انتوا النجوم مش احنى انتوا المؤسرين مش احنى ويعني ناس اللي هي اصدقائك كتير فلوسط الفني يعني كلهم على درجة عالية من الثقافة والادب والاحترام بشكل كبير جدا خليني بقى اسألك السؤال اللي انا عايز اختم به اللي انا قلت له انا في رأيي انه في كل فروع الطب لابد من ان نعطي انطباع جيد عن الهالم الذي نملكه وهذا الانطباع اللي هو بيتقال عليه في العالم كله نوع من الدعاية للعلم والدعاية للخبرات والدعاية للمقدرة الفنية اللي انا ممتلكها ايه الاشياء الغلط اللي ارتكبت في عالم الاسنان تحديدا لانه انا اعتقد ان ده موجود في الاسنان بس مش موجود في اي برعة تانية يمكن في جراحات السمنة شوية في اخطاء ارتكبت وما زالت ترتكب لكن في الاسنان المسألة واضحة انا دكتور ايمان انا اقول لحضرتك حين انا دايما فكرتي ان انا بحب اوصل للمريض بتاعي باي شكل كان لازم اوصل له لان ده دوري في الحياة ان انا اوصل له العلم اللي عندي وصل لفين يعني لازم اوصل لك ده هطلع بقى مع الدكتور ايمان اقول ده هطلع في اي مكان في السوشيال ميديا اقول يا جماعة طب الاسنان وصل لكذا واحنا نقدر نساعدك وكذا ونقدر نوصل لك وكذا المفهوم الخاطئ عند الناس ان هما تخيلوا ان انا ممكن اعمل ده بس ما اشتغلش يعني اعمل ده بس كوهم للمريض ودي بقى اللي حصل كده مش بربجاند كده نصب كده زي محراج بتقول انا لازم اطلع اقول حاجة اقدر عملها اقدر انفزها وعند البيشنت بتاعنا برضو عشان ننصف الدكاترة احنا دكتور ايمان احنا حلقاتنا عاملين فوق ال200-300 حلقات الناس بتكتازق الكلام بتاعنا فهي يقول لي انت قلت الجملة دي يجيب نص الجملة وينسى النص التاني فانت لازم لما تيجي تحسبني على الجمل اللي انا قلتها حسبني عليها كاملة على الفكرة كاملة فالمريد عليه دور والدكتور عليه دور انت كدكتور لازم تبقى عارف ان انت لازم توصل لمريدك باي شكل ان كان ماينفعش تنعازل جوه الكلانيك بتاعتك وتشتغل انا لازم اطلع اقول له انا عندي تكنولوجي كذا وعندي بعرف اعمل كذا وقدر توفر لك وقت وقدرنا نوصل لنتيج وانا بنافس برا يعني على طول منافستي في بريتش بنافس انجلترا واصدقائي هناك وابدأ اشوف بيعمله ايه ونشتغل ونننفس بعض ونبعث لبعض حالتنا وهكذا لكن المريض ما يكتزئش الكلام اللي انا بقوله ويقول لي مثلا ايا كان الحاجة يعني مش عايز اخصص حاجة انه ياخد جزء من الجملة وقال لي دكتور مش انت قلت كده انا قلت كده في الحالة دي في الشكل ده ينفعله القصة دي انت القطة بتاعتك تشتغل على حاجة تانية الداكاترة لازم تبقى عارفة ان انت لازم تبقى متواجد لو انت ما عندكش الوقت اللي تقديمه على مريضك يعني ايما انا هقولها هو على الهواء انا كل يوم بروح من بريتش خمس الفجر كل يوم يعني كل يوم بمعنى كل يوم خمس الفجر ستة الصبح لاني ما اقدرش اسيب حاجة او تفصيلة صغيرة غير لما لازم اعرف ايه تفاصيلها لو انت ما عندكش الوقت ده ما تتجهش انك تقول المريض انا موجود معك وانت مش هتبقى موجود انا لما بقى مسافر امريكا وانجلترا بابلغ ان انا مسافر فالوقت ده مش هبقى انا قائد الخطة اللي على جاي وده بيبقى قليل جدا في السنة لكن طول السنة انا لازم اتواجد معك ولازم ابقى موجود ووديك كل العلم اللي عنده ده في كل فروع الطب كده لازم كل فروع الطب صحيح لازم يبقى كلامي وده يبقى في الحوار العلمي الحوار العلمي يا جماعة له اسس انا لما بتكلم بتكلم عن علم بشرح هلم لا اشرح نفسي انا بشرح العلم اللي بعمتلكه ما بعملش حاجة لنفسي انا بعمل للعلم اللي انا بقول الابتسامة التجميل الزراعة ده الاساس في العلم الذي يقدم في اي مكان هو شرح علمكن مش بشرح نفسي انا مالي انا مش بشرح نفسي انا المفروض اشرح اللي جوه عقلي المعلومات اللي انا معرفها ده الكلام الصحي اللي تعامد اي حاجة غير كده هتعتبر حاجة بنسميها احنا بروفجندا رخيصة مش جيدة والتمن هيكون غالي لانه انا بقولك وبقرر تاني ان المريض المصري لا يمكن انضحك عليه طبعا بيكتشف بسهولة جدا بسهولة وساعتها التمن بيكون غالي بس بقى المشكلة انه التمن بيكون ساعات غالي على اولا الفيلد كله لانه ساعات يخرج المريض بيعني انطباع على فكرة عن الفيلد ويدك اي من حلقة لو متعبتش الفيلد اللي هو طوب بالقسين كل خلينا وضح ده لو حلقة متعبتش وقعدنا عملنا كل الحلقة دي عشان نوضح للناس الزراعة والتجميل واللاسة الناس هتعرف ده من اين لو احنا معملناهوش احنا الاطباء معملناهوش هيعرفوه من اين وخد بقى كيف اي من انا المرضى بيجي ويلوموا علي طب انتوا ليه ما قلت لناش ده ليه ما وضحتوش ده من بدري بدل ما سناني بوزت او بدل ما حصل لي مشكلة فالدور اللي احنا بنعمله انا بشوف ان الدور اللي انا بعمله هنا في القاهرة والناس يوازي الدور اللي بعمله في الكلينك نفس الاهمية فكرة ان احنا نوضح للناس ثقافة العلمية ونبنيلهم ونحذرهم ونشتغل معاهم وده مهمة قوي فكرة ان الشعب او كمان عشر سنين خمستاشر سنة عشرين سنة الناس تفتكرنا ان احنا عادنا حذرنا ووجهنا وقلنا عشان في الاخر نحميهم من مخاطر كتير كان ممكن يتعرضوا لك الحاجة بقى تأخيرة انه لازم يكون الحوار طبي طبي يعني يكون بين اطباء حوار بقى اللي مفهوش اطباء ويقولك ايه احنا عندنا هنتكلم في الطب انتو مين انت مين اللي هتتكلم في الطب انا قلت كزا مرة لو انا عملت بنامج عن الكورة هيب شكل كوميدي جدا لو من انا بتكلم كويس جدا والله عن الكورة انا ممكن اوصف لك ويالا حصل في يعني في بريمير جيك وكل الحاجات الحلوة بس هيبقى شكل كوميدي لاننا مش هقدر اوصل زي كباتل الكورة دي كورة اللي كلنا بنلعبها اللي كلنا فاهمنها فما بلك الطب الطب ده معقد وصعب جدا 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 فعني انا ارجوكم اولا مايتقلش برنامج طب إيه لو كان الاطرافوا كلهم اطباء اي حاجة غير كي تتقل عليه اي حاجة تالية بقى وساعتها تقول مين بقى البرامج الطبي مين كزا لكن تقول البرامج الطبية لا تعالوا بقى نقف فين انا عايز اعرق مين ايه اللي تقال عليه برنامج طبي اه يا دكتور امي وده بنتحسب عليه يقول لك اصلا اسمعت في قناة تانية برنامج طبي بيقدمه دكتور هو ده بيقدمه بالنجاح بيقدمه نص ونص التصوير مش قدي كده الكاميرا مش مزبوقة كل ده ماشي بس هو برنامج طبي طالبا بيقدم الدكتور يعني الناس فاهميني في الحكاية دي لكن ما بيقدمه ده ده حاجة برنامج اجتماعي بقى برنامج انساني برنامج اه يعني محترم بس مش برنامج طبي برنامج محترم جدا بس مش برنامج طبي اتنورتني كالعادة وابدعت ابدعت صحيح وخلتني حس ان دايما قعدتنا مع بعض وجلستنا الطبية مع بعض بتقبقى خارج نطاق التصوير يعني كان انا عادي في الكلينك ونتكلمه صحيح صحيح وبتخرج من داخلي طبيب الاسنان هو طبام احنا يعني بنتكلم كده بره الهوى وبنتكلم كده جوه الهوى انا مشوف ان ما فيش فرق بين الحديث بره الهوى وجوه الهوى ضيف العزيز الاسوذ دكتور كريم ابراهيم كان في الدكتور نورت الدكتور الله يخليك دايما مع الدكتور احنا هنا جنب جهاز من اهم الاجهزه يلي الناس لازم تعرفها و لازم تتعرف عليها جهاز اسمه الـ CT أو الأشعة المقطعية سلاسية الأبعد أكيد ناس معظم الناس المهتمة بطب الأسنان سموا عن الجهاز ده عن أهميته وعن كيفية استخدامه وإحنا بناخد جولتنا في بريتش وبنتفرج على بريتش وبنشوف تفاصيلها لازم نعدي على الجهاز ده الجهاز ده غالبا هو أول جهاز البيتش في قبله في بريتش بعد الانتربيو إحنا يعني عشان تبقوا فاهمين طبيعي بريتش الخاصة شوية إحنا بنعمل انتربيو للبيتش عشان نشوفه يصلح أو الفكرة بتاعه يصلح إن إحنا نقدر نعمله تجميل أو زراعة أو علاج لأسنانه في بريتش أو لأ وانسى إن هو عدى الانتربيو ده بيبدأ يقابل أول جهاز قدامه وهو جهاز الأشعة المقطعية سلاسية الأبعد الجهاز ده زي ما بيقوله هو أهم مرحلة مرحلة الـ Diagnosis أو التشخيص بتاع المشكلة تشخيص الخطة تشخيص الحاجة الـ Procedures اللي هنعمله فبالتالي لازم نعمل أشعة نشوف فيها أدق التفاصيل الموجودة عند الـ Patient ناهيك عن حالة العظم حالة الأسنان الإنكلانيشن بتاعها مسافات ما بين الأسنان توجهات الأسنان كل تفاصيل طب الأسنان بتبان في الأشعة المقطعية سلاسية الأبعد واحدة من أهم الحاجات اللي بتتواجد في شخصية بريتش هي حاجة اسمها الـ Quality Control أو متابعة الشغل بمعنى أن أنا لو دخلت المريض بتاعي في قسمه معين عشان يعمل حاجة معينة أو يشتغل مع متخصص معين هيلقيني تاني يوم بقابله عشان نعمل حاجة اسمها الـ Quality Control أو مرأبة الشغل اللي تعمل أو متابعة الشغل اللي تعمل طب هتابع الشغل ده وهشوفه ازاي عن طريق برضو الأشعة المقطعية سلاسية الأبعد تليني نضرب مثال صغير عشان الناس تفهم بمعنى لو مريض جاي يعمل زراعة فبالتالي هو عمل الـ Interview تخطى عمل الأشعة المقطعية وابتدأ يخش قسم الزراعة اللي عندي فيها خمس متخصصين في بريتش يقدروا يعملوا للـ Patient تزراعة بعد ما الـ Patient يخلص الزراعة أنا عايز أتطمن أن الزراعات تحطت في الأماكن اللي احنا متفقين عليها اتحطت بالطول اللي انا متفق عليه بالـ Inclination أو الرسمة أو الاتجاه اللي احنا اتفقنا عليه كل ده هعرفو ازاي عن طريق أشعة تانية أشعة مقطعية سلاسية الأبعد بعد ما الـ Patient يخلصت مع Post Operating X-Ray عشان أعود أحاسب الـ Department ده نسبة الـ Successory أو نسبة النجاح في الخطة العلاجية اللي احنا حطناها أو اللي انا حطتها للـ Department ده يبقى الجهاز ده إدانا في الـ Detail أول حاجة هي أن أنا هعرف من الأول مشاكل الـ Patient إيه وضع العظم عندي إيه وضع الزرعات إيه هعمل إيه هحط الخطة العلاجية بتاعتي على أساس إيه الفايدة التانية هي الـ Quality Control إزاي هرائب على الناس اللي بتشتغل أو المتخصصين اللي بيشتغلوا ومراجعة الخطة العلاجية لأن واحدة من أهم الحاجات اللي بتحصل في الـ British هي حاجة اسمها Patient Satisfaction Excel Sheets إيه ده؟ إن أنا لازم أعرف لو دخالي 100 عيان أعرف نسبة كام في المية منهم ماشيين راضيين عن الخدمة اللي هم خدوها فبالتالي لازم أرائب على الخطة العلاجية أشوفها كل يوم أعرف كل عيان اتحرك من مرحلة إيه لمرحلة إيه لأن عيانين كتير في الوطن العرب ويشتكوا لي من فكرة إن هما ما شاكوش الدكتور اللي موجود غير أول جلسة وآخر جلسة خالص بعد ما خلص شغله طيب لو حصل دفاكت في وسط الخطة مين يرائب عليه؟ مين يشوفه إحنا هنا في الـ British بنعمل ده نشتغل عدد ساعات أطول عشان نعمل حاجة اسمها Quality Control مرائبة الخطة العلاجية مرائبة الأقسام اللي شغالها لأن المتخصص ممكن يعمل حاجة كويسة قوي بس من وجهة نظره لا تخدم Treatment Blanche لا تخدم الخطة العلاجية هو دكتور علاج لسة فاشتغل من وجهة نظره لصحة علاج اللسة لكن ما فهمش إن الخطة العلاجية تضرد بشكل كبير ده ينطبق على كل الأقسام التقويم علاج الجذور واوا واوا فبالتالي مهم قوي نرائب على الخطط بتاعتنا مهم قوي نتابع على الخطط بتاعتنا نعمل أشعاتنا كويس نرائبها ونشتغل عليها ونندرسها ونرجعها عشان نتطمن إن كل بيشنت ماشي من British هي مبسوطة و كمان ساتسفايد و كمان انا ساتسفايد ان الشغل اللي طلع من بريتش جيد جدا عشان كده كل يوم بنمشي خمسة الصبح وستة الصبح وسبعة الصبح عشان نقضي عدد ساعات نشتغل نناقش نراجع الخطط العلاجية و نتطمن على الفيشن سيبتان النهاردة يوم أسطوري و يوم مهم للغاية في حياة الدكتور عبر السنوات أولا طبعا لأنه أنا ضيف العزيز هو الأسطورة الكبرى في علوم الطبية ثانيا و ده هنرجع له دلوقتي لكن الموضوع موضوع الشك كمان موضوع مهم جدا شك يعني صدمة هو واحد من أهم الموضوع الطبية على الإطلاق و موضوع صعب و طويل يا جماعة و بقول طلبة الطب ينتبهوا جدا و الشباب الأطباء ينتبهوا جدا لأنه لو جاي سؤال الشك في المتحان ده سؤال صعب سؤال مش سهل اللي هو أسباب كتيرة الشك يعني الصدمة يعني ضغط بينخفض يعني إنسان بيتعرض خلاص قريب جدا ممكن يفقد حياة و مثلا يعني و من أهم أسباب الشك القلب مشاكل في القلب اللي بيسموها كارديوجينيك شك في أسباب تانية أو شكال تانية لكن القلب واحد من أهم العناصر اللي تلعب دور في الموضوع ده وهو السؤال دايما يعني و إحنا بنشوف مثلا القلب ده هل إحنا عارفين حاجة عن إزاي نتحامل مع الشك أنا مش هتكلم طب أكتر في المقدمة أكتر من أنا أقول إن إحنا لسه قدامنا كتير جدا عشان نعرف القلب بتفاصيله كشعب نعرف إن القلب بيضخ الدم إزاي يعني إيه مشاكل خاصة بعضرة القلب سواء في الشرايين مثلا أو في كهربة القلب إحنا فقدنا لعيبة بسبب لعيبة كورة بسبب إنه في مشاكل في كهربة القلب ما كتشوفتش إنه في جلطة في القلب بدأت تتكون و محدش وخب باله منها ناس كتير في سن صغير بقت القصة القلب ده الكارديوجينيك شك في منتهى الأهمية لإنه القلب أنا في رأيي كتير من الناس برضو ما زال ممكن بيعرفش عنه حاج تخيالوا طبعا القلب هذه العضلة العظيمة بشرينها العظيمة دي ممكن يكون واحد من الأسباب المهمة للشك الشك إذن موضوع في منتهى الأهمية إذن هو قصة كبيرة صدمة كلمة مهمة جدا وطبعا للوهلة الأولى كلمة الصدمة عند الجنهور العربي تديني إحاق أنه صدمة يعني صدمة عصبية يعني لا الصدمة هي ترجمة مباشرة لكلمة شك لكن شك كلمة في الطب لها معنى كبير قوي هنفهمه النهاردة بالتفصيل حقيقة أنا فخور جدا أنه النهاردة ضفنا هو يعني كما نقول رمز وفخر الأمة العربية في العلوم الطبية زي ما بيقول دايما أنه فخر العرب فقورة محمد صلاحق إحنا عندنا فخر في الطب هو ضيف العزيزة الأسطورة الحية للعلوم الطبية والاسم الكبير والعالم الجليل وأعلم أهل الأرض في الأمراض الباطنية على الإطلاق وهذا أمر يقوله الكثيرين أستاذنا وأستاذ الأسازة الأستاذ الدكتور حسام مغافي في حاجتين كبار جدا بيض العيان للدكتور الألم والدم اللي بيقول أي ما نشعت في دكتور ما هو تعريف النزيف أو البليدين لأسباب باطنية؟ مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجربة عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسام مغافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وكيمة الأعمال الكبيرة وفخر العرفة الأضراطة البطنية أهلا بيك أستاذ أهلا بيك هذا يوم عيد الله يعزيك ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشوك ليه حذرك اثارت الشوك اللي عاد والله الموضوع لازم أن أصل فيه ناس كتير قوي مش فاهمة يعني واحد عنده شك وضغط ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده هتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للدكاتر حنقول بعض النقاط هتمنتحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما انت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عين امتى يقول ده شكت امتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ده خطواطي لا مش شكت فده مهم موضوع مهم أول حاجة دي في النشاء التعريف ما هو الصلة فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بالغلط تقول لك الشكت واحد ضغطه واطي الضغط الواطي أحد مظاهر شكت لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه 100 على 60 و90 وماشي على رجليه زي الفول هي الشكت تمام شكت هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة قليلة بس بقيت شكت تقول لي طبعو نعرف من اين اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى خلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه انا هاختار نسيج الكلة يبقى اول مظاهر شك انه بوله يقل لانه الكلة مش هاتش تغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشك يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش ياخد دم وطبعا من الأنسجة الواطحة جدا نسيج الكلة الكلة مش هيجيلها دم البول حيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين هو يتقال عليها الصدمة 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 هي على فكرة ترجمة لازم نشولها نلاقي لها كلمة تانية لأنه كنت ترجع الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية يعني صدم ولكن صدم في مثلا في عربية صدمتها الأنواع يبقى لازم نلاقي لها كلمة عربي تناسبها الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة أنت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة بطلت يبقى دي هنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوك قلب جاله جلطة لقدر الله فالعضلة حتى منها بازت طبعا مش كل واحد جاله جلطة عنده شوك الناس مش عايزها تفهم وغلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقول عين شوك لأن القلب كمترمبة بطل فالضغط بيقع بتدي الأنساجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك دي اسمها كارديوجينيك شوك دي مرة واحد مرة اثنين لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقد دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقدت اثنين لتر ضغطي حيوقع دي هايبوفوليميك شوك اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث في السيارات بعد جراحات ايا نزيف جهاز اضمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوك لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرأ ثلاثة قفلت على الدم انا ليا سكة ماشي فيها جيت هنا وروح تقفل السكة بتاعتي الدم بييجي من الوريد الاجوف العلوي والوريد الاجوفي للسوفلي الى الازين الايمن الى البطين الايمن الى الشريان الرئي قفلت الشريان الرئي يبقى الدم مش هروح نعيد الشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئة يبقى شوق اسمها اوبستركت شوق يعني شوق نتيجة قفلة زي لو حطيت مية حوالين القلب كان بضغط عادل انا جبت قلبي بيعمل كده حطيته جوا بالونة وعليت الضغط في المية مش حيضر يعمل كده مش حيقت فالدم مش حيخش في القلب وبالتالي مش حيطلع وبالتالي عني يبقى شوق مستسأل حوالين القلب بمعنى اصاح البركارد اليفيوجيك بس وصل لمرحلة اه وصل لمرحلة كاردك تمبونات تمبونات اه يبقى احنا قلنا ثلاث انواع مهمين جدا نمر واحد كارديجينيك عضلة قلب باسط نمر اثنين نقص دم حدثة نمر ثلاثة قفلت سكة زي جلطة رئة او مية حول القلب بدغط عاجل نمر الربعة دي نقول فيها سبحان الله واللي ما يقولش سبحان الله عايز الضرب عايزين الضرب اعتقد لما يسمعني نحقول لك حاجة ايما كنت بشرح الحتة دي كان عندي واحد دكتور امتياز ملحد لا اللي هو ينكر وجود الله والله العظيم والله العظيم انا بشرح الحتة دي قالت سبحان الله لوحد 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 قالت سبحان الله تقوله انطق والله وتعجبت انه قال كده لان فعلا الحتة اللي جاي دي النوع الرابع بقى من الشمكة تعاني دريس كويس انا قاعد معاك دلوقتي بتكلم قولي توزعت الدم انا عندي خمسة لتر متوزعين ازاي حتقول لي الامعاء رايح لها 15% انت ممتاكل وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدوك حلو جدا رايح 3% والمخ لاني بفكر هيزيد الدم شوية والقلب وهكسر انا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قولي توزعت الدم تقول لي تغير العضلات هتاخد الجزء الاكبر لانك بتجري والرقة هتاخد جزء كبير لانك بتجري وعايز اكسوجين وهتزل طب نمت توزيعة هتتغير توزيعة الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش يقدر عملها غير ربنا سبحانه وتعالى مفيش لدوة ولا دكتور ولا عفريت قدر يلعب في التوزيعة دي وإذا بازت التوزيعة العاني بقى شوقت لقيا الدم ماينفعش كله يروح حتة واحد ماينفعش يوسع عشرين في حتة واحد يوم يبول الدم فيها والعان يضيع ماينفعش يقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستريبيوتف شوق الديستريبيوتف بتبوز الدنيا توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هباتورين اللي هو الفشل الكابدي الكلوي كل مشكلته ديستريبيوشن تخيل كل المشكلة توزيع توزيع دم خاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الامعاء ويتدفق وعند الكلة ومايروحش فيعمل يبقى عندنا أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليميك نقص بكمية أبستركشن أفلت زي أو ديستريبيوتف اللي هي التوزيعة غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل الكارديوجينيك شوق أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشوريان التاجي انسداد الشوريان التاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما عرفش خلص طب ونعرف إحنا إزاي داخل العمليات يعمل زايدة وسنه ستين سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى ناس محترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديمة يعمل حاج جالك واجع في صدرك لأ أي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير جتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لإن جاله وانسداد شوريان تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد هيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من ستين في المية من الحالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد شوريان تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن الزبحة عن الزبحة الصدرية في نقطة بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جاز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جاز أو في منطقة البطن هن بيبقى نوعه كأنه واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة مشان كاسمها الزبحة صدرية أو حمودة يحس إنه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شور ينتج يعملين منظر منظر على المعدة لأن الألم هنا تمام وحمودة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما يبقى هنا بيبقى سهل ولم يبقى حجر على سيء بسهل إنما ساعات يبقى أتابيكا ساعات المريد ده فنم يضل من الدكتور يعني يقول له يقول له لا أنا حرف بس الألم نجي لي بعد أكلت كبدة هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الألم بيجي والحرقان يجي لحمودة أنا شفت عدد تيبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق تلات ده بكلم عن الذبحة الصدرية مش عالم في السداد شونا دقايق دقايق تلات دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة بيسمع في كتف الشمال عادة عادة بيسمع كتف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العربي كتير منها بوزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سيدرو نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الأكل الساعات لكن الأكتر من الأكل لحاجة ساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجيله ألم الذبحة الصدري والناس تطمينه تقوله أصلاها ساعة ويعمل التقلص المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما قرص راح تلسان وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيرا تبقى أنت في عربيتك وقف الإشارة تلاقي الراجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيده لسدره وبعد شوية راح مكمل الأشارة بتطول ساعة بتطول ربا ساعة تلاقي كمل ده زب حصد رايز اللي هو أوقفوا الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي تقول الساعة تديق عليها الساعة دي؟ تديق عليها أو مقف أفك الساعة وحطها في جيلي وكمل ماشي طلع ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خد نهيش دي طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد فبيقف هو بيتيق له هو وقف خلاص بدل ما بوقف الألم بيروح الأرسل تحت لسان له قصع نتكلم عليها لأنه ممكن كده يضل للدكتور يضلله فيه ألم كتير جدا يحط تحت لسانه ويروح الألم زي الحالة النفسية واللي عنده لما بتديه الأرسل قصع ترسلنا بيروح فمش عايزين دي كقرينة إنه طب نيجي من سيداد الشرين تاجي اللي معملش شاك اللي هو ألم قلنا زي الزبحة بالظبط ما عدم الألم جاه من غير ماشي المرة دي جاه وهو قاع يهو مرتاح الألم طول الألم شديد جدا سفير اه نكلمك واحد في التليفون يا أيمان أنا أبراهيم انت أبراهيم مين يا عما الحاجة أنا اللي بتعالجني من زبحة الصدرية أخبارك إيه يا عما إبراهيم والله الألم يا دكتور جاه لي وأنا قاعد مرتاح يا دكتور أيمن الألم شديد قوي يا دكتور أيمن الألم طول مش متعود عليه تروح سألوا السؤالين عرقتي يا عما إبراهيم طرشتي عما إبراهيم حبعث لك الإسعاف يا عما إبراهيم لا دي من الإسعاف لا دي الخمس حاجات اه القيء والعرق ظاهرة مش حلوة إطلاقا في ألم الصدر وده بسرعة على المستشفى بسرعة شديدة جدا لأن دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق لو خد الدوة اللي بيدو بالجلطة بدري المشكلة امتهت لو دخل قسطرة بدري المشكلة امتهت إنما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش لا ما تقلقش طب حاجيلك البيت لا ما تجيش البيت العين بيزعل يقول له ازعل يقول لي طب انا تعالي عشان تقول لي روح المستشوى يقول له لا انا بقولك من دلوقتي الوقت ده خسارة فهو يروح على المستشوى انما ده احد المظاهر لانسداد الشرنان تاجي وهو الالم المظهر التاني خلى الضربات القلب واحد قاعد في امر الله بيتفرق على التليزيون مع ولاده وفجأة يلاقي قلبه ما الله خبط سواء رفرفة اوزينية زبزبة اوزينية او سرعة تصارع شديد جدا اي حاجة من دول قد تكون انسداد الشرنان تاجي جت بصورة اخرى وهي صورة اختلال ضربات القلب الصورة برضو المشهورة جدا جدا فجأة هبوط في القلب اقول لي انا قلب اقولك القلب يا اليمين ايه الشمال اذا كانت الجلطة في العضلة اللي في الشمال حيجيله بصورة نهجان وكحة ورغاوي طلع اللي هو هبوط بها يسر جهة يمنى قصة تاني خلص بقى اه اورت الرقابة منتفقة الكبد انتو شو هي فيه اصوات معينة على السلاسي فحسب يا ترى الجلطة جاد شمال ولا يمين بتعمل هبوط هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرقا اللي احنا نسميها مية في الرقا يعني العين بيطلع اه ارغاوي ارغاوي اكيد بالمرأة ديما اه اه اذا كان يمين كويس اليمين يلخبطني مع جلطة الرقا اه مع البلمرأة امبوليزم اه الرايت انفارشن مع البلمرأة امبوليزم ونادر هو الرايت انفارشن نادر لا مش نادر لا مش نادر الكتب كانت تقول انه هو اقل كان ايامينا يقولك جلطة عن شمال لا لا خالص مش نادر خالص خالص فده بحسب اني شريان اللي تقفى اليمين ولا شمال وكادي فادي احد الصور او لا قدر الله يكون موت فجائي الموت الفجائي احد اسبابه انسداد شرياني احنا تعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا اي واحد مثلا من اسرة سيئة السمعة في القلب الاب عامل قلب مفتوح والام حتى دعمات والاخ جاله كذا ده امسكه ولازم يشوف نفسه كويس جدا او بقى يجيله شوق الشوق اللي هي هتبقى كارديوجينيك شوق اللي هي دي من اخطر انواع الشوق اللي هي العضلة مش قادرة تطلع الدم لان فيه جزء عطل فالباقي مش قادر جزء مات مش عايزين نقول مات لان جازل حقه اه هو زي الضفضاء الضفضاء في الشتاء تقول عليها ميتة وهي صحي فهي بتبقى جزء قاعد مرتاح كده لكن هنحركه لو فتسلكناه ده في الشرية دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا ايما اما يجوا بدري خشوا القسطرة يسلكوا بيقوا زي الفل او ياخد الدول الدول اللي هو بيفك الجلطات بس المهم بسرعة السرعة دي ساعات الاقي احنا في المحور وقفلين وعربية اسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر انه ينشي وراه ده ده الانسان الوحش اوي اسوأ الناس اللي بيفكر اول حاجة والله تعلمناها اما سافرت برا اول حاجة تعلمناها ازاي تفضي الطريق للعربية السعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق العربية اسعاف عشان تعلم الناس يعني انت لما تيجي تروح انت جاي هنا وجاي مين واقف واللي بعديك يعمل كذا بتشيب الشمال كل ده وره ده وره ده هتلاقي في الشمال الفضي او الحتة اللي متعلمها باصفر على اليمين محاتش يمش فيها فبيقى صعبانها جدا علاجة جدا الان ده لو وصل بدري هيقعد في وصل ولاده انما التأخير ده خطير جدا يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتاع جلطة القلب في عربية الاسعاف اه طبعا ده ده المحترفين بقى اوي اه 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 يدوبلوا الجلطة في عربية الاسعاف تبقى هيلة اتشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العلاج يوقفوا المحمر يوقفوش مش هتفرق معها بقى ده القلب في حاجة تانية في القلب احنا كده خلصنا اه كتير اه بس دول امثل اه دول اشهر الامثل ده كارديوجينيك هايبوفوليمك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا؟ لو واحد فقط جزء كبير من دمه هيفتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو ادي الدم مش هتصلح حتى لو ادي الدم مش هتصلح حتى لو ادي الدم مش هتصلح لان لو سبتها فترة ضغطها هواتي كتير قوي هيبقى في مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا يقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا حوادث الصغيرات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى بيبقى اكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوك لما القلب يهبط كده فمفيه ادويات عالي الضغط لكن فيه مانوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو قلب ضعيف بيعمل كده يقوم يهدوبك يطلع القلب فوقيه طب منازق اللي فوقيه ده اللي بقيت الجسم هحط له بلونة في الاورتال اول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر اورتال بالون اكاو انتر بالساش دي رائعة رائعة يا ما انقذت حياة الناس لما يجيلك شكت شوف الادواء ما نفعتش نركب بالونة على طول بالونة في الاورتال كأنها قلب مساعد قلب بتساعد اه كأنها قلبه مساعد فدي كويسة جدا 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 فحالة التنين اللي هي واحدة ستة ولدت وكده تصرف بسرعة جدا وعا تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الاساس تعويد الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع الثالث الاوبستركشن ده الانسدادي انسدادي او قليل فده طبعا بنديله ادوية بسرعة جدا تدوب جلطة الرئة جلطة الرئة عايزة قاعدة يا ايمن كاملة لابل هولا الامبوليزم ده موضوع كبير عايزة قاعدة كاملة لانه مهم جدا 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 ومنتشر ده منتشر جدا يا نهار ربي ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا العلم العلماء حطله قاعدة رائعة انا يعني بفضل اكررها حتى وانا بتكلم عن المرارة طبعا انا مخلي بالكواب عشان يفضل الواد بتاع كل الطب تخرج بزي انت تعالج بالاشتباه بالاشتباه لا انت حبصت بالاشتباه اول ما تشك عالك ما تستناش لان الانية ده تساوي بساتين حياة بساتين بالطول فدي بالاشتباه طيب بتيجي في مين؟ في ناس محدودين اللي راقت رجلي ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والاكتر من الرجل الحوض الحوض اكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعودوا ومعندهمش اي موانع لمسيلات الدم بلعمل كده اقولك الرجل اللي حيرقوه تسير ادينه بقى هبارين من الاول اي مشتق منه يعني عشان انا خير عليك طب في موانع الهبارين خلص خلص هو نصيبه كده لا انسى واحد ده خلنا اي ما انت من زمان يعني من عشرة خمسش سنة كده خط خبطتين في دماغه فبقى شاكت وشاكت عدنا نشتغل فيه شغل شهر والله كل ما تحايل على جراح المخه والعصاب اللي عمله هو تخبط هنا خبطتين معروف جدا عندنا في الاصر عيني الراجل ده فابوس ايدا الراجل انا خايف عليه من جلطة رأي اللي ايه هو عاهب علي حضب هو الشغل مات بجلطة رأي اه احنا كنا متوقعين مع انه عمل عمليات والله شغل جبار اه ومات بجلطة رأي لانه هو اول ما افتدأ يتحرك طلع الحمام واقع اه اه الاميرا ديانا معتت ببريكارد اليفوجل اه بريكارد اليفوجل ولا رابشار قال رابشار رابشار اه الشورلينر اللي رأوا يفتح فات ومالحقوش اه طبعا نزيف جبار وكده اه ودخلت في الشوق ايه برضو كانت بتكلم المسعفين والضغط بانخافة اه على فكرة العين في الاول الشوق بيبقى واعي جدا اه يعني كتير يقول لك انا انا يا دكتور انا بدوخ انا بدوخ يا دكتور انا بدوخ الحقوني تلاقيه انكشس جدا جدا وده نعمة من عند ربنا انه حاس زي بالظبط نسيب الجاس الهضمي بعين بيبقى اه قلق جدا حاسس ان حاجة بتحصل وهدي نعمة من ربنا اللي هو بيفق الدم فكل ما الدم مقل حجمه كل ما بقى كده الحد ما بقى شاقط اه دي النوع اللي هو هايبوفوليبك هايبوفوليبك النوع بقى الثالث بتاعها سبحان الله ديستيربيوتف اه ايه بقى المثل بتاعه الجيد جدا جدا هايباتورينيسوندروم اللي هو الفشل الكابيدي الكلوي اه كنت مرة في محاضرة فمقول هايباتورينيسوندروم اول كلمة اقول ازرير ديزيز مرة بنادر فعلا يا اه لقيت واحدة قيمة كده rapper قال قلت اخذ هايبها بنشوف اليوم في الاسبوع شين واحدة قلت الا Will تلق دي لازم تتعلم بقى لازم قلت اخذ حناك فرق بين فشل الكابيدي زائد كالاول الاتنين جمه اهباتور لكل يوم لكل يوم ده زائد ده لآه كثير من الناس عندها تلاقيء في كابيدي وح victorious عندهم تهب كينة؟ جائٍك بالاتنين إنما الفشل الكبدي الكلوي لآ ه Vil Rather Do Do renal ده موضوع تاني خالص ده الاتنين بوضوا فوقت واحد بعامل حنتكلم عليه اللي هو بوص الدورة الدموية ده فساد في الدورة الدموية وليس فساد في الكبد ولا في الكيلende ده فساد في الدورة الدموية انتهى هزا الفساد بان الكلة قفلت شرائينها خالص منعت البنه طب وخلّبلكم في التعريف apparent اله وزاوة therefore ده زاوة Previous Reanaldnis دا لو في شوية دم في البول ما بقاش هباتولين لا هقولك دليلين بقى الهباتولين والسندروم أكله سليمة تماما أكله سليمة تماما بس أفلت بالمواد اللي طلعت خلت الأوعاد دا ما هي تقفل احنا قلنا الديستريبيوشن باز طب الأدلة لو الراجل اللي قدر الله مات وخدت كل ويته زرعتها الواحد يعيش كواس جدا جدا أحلى كلوة بنخدها من الناس دول لو طبعا موافع يعني نمرة اتنين لو زرعته كبد يرجح فعود الكلا 100% فكلوة سليمة 100% ولكنها قفلت الشرعين جدا طبعا نحن نكلم على الأوقات الأولى فمنعت قللة البول وغيرت في الصوديوم والبوتاسيوم وكلم وعملت الفشل الكبدي اللذي يؤدي إلى فشل الكبدي في حاجة تلمية السيبسيز اللي عنده ميكروب في الدم بيبقى نفسي نوع الشق اللي هو ديستريبيوتف شق فدخلت ميكروب في الدم تعويرة وتقيحت جراحة او بقى كانت قط العمليات مش نظيفة فبتحصل السيبسيز ده او التلوث بيحصل معاش وقت خطير جدا 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 نوعه ايه ديستريبيوتف طيب افرد خط عيين الدم يا ايمن عيين الدم من واحد لقيت فيها بكتيريا وهو مش متعور فبنبقى العيسين هاي طيب البكتيريا جت من هين ده مش متعور ده مش تقيح ده مش صدمة تسممية لا الضغط لما يقطع سبحان الله سبحان الله الامعاء احد البريارز اللي فيها الضغط احد الحماة الحماة اه الصور اللي بيحميها الضغط فاذا الضغط وقع لا اي سبب البكتيريا يتعدي من الامعاء للدم يبقى انت مبتدي كارديوجينيك شوك انت مبتدي صدمة قلبية من جلطة في الاراءة ويموت بسيبتك شوك دي ترانس لوكيشن اللي هي البكتيريا نقلت من الامعاء الى الدم فدي طبعا ده ممكن يعني يخلي يعني بعد قصة حضرتك واحد جاله جلطة في القلب درجة حضرتك بترتفع شوية يقولك بايروجينيك ريأكشن طلعت جزء من القلب مات بروتين 48 ساعة وعيالي التاني لأ بقى بسيبسيس بلاش كده يقولك اي عين شوط حط انبوبة وحطة الانتيباطك من غير ما يسخت ايوة عقم الامعاء عشان الحركة دي عشان ما يطلعش بكتيريا بتاعتها للدم الصبت قديم وضوع حديث جدا وجميل جدا جدا وبينقذ الناس كتير جدا الوقتي احنا الترانس لوكيشن ده العين احنا الترانس لوكيشن ضغط العالي ضغط كويس لما يقع الضغط خلص البريار راح زي كده ما كانت حصرت ايام لما وقعت القبضة الامنية خلاص البريار راح كل واحد الناس اخترقت اه يسم اللي هو اه حصلت ما تفكرنيش انا بفكر الناس بالحتة دي انا طلبة الطب بيفتكروا بالحكاية ما تنساش البريار لما يقع الصور السجن لما يقع لا او انت تيجي تترق على دكتور تترق عليه تقول له ده عنده جلطة تدينه مضوطات حيوية ليه لا انا فهم بعمل ايه اه ده مش جلطة قلب ده شقط ده ضغط وطي لازم ياخد مضوطات حيوية ويا حبزة لو لا تمتص يعني شغل في الامعاء وبس تنزل وتكمل على البراز وموتتلي البكتيريا اللي في الامعاء تاعي ده احنا احنا النهاردة بناخد معلومات ايه يعني سوضاء لطيف اه جميل لا 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 كمية معلومات ما شاء الله النهاردة عظيم انا النهاردة حيثة الاخيرة دي انا ما عارف انا اول مرة اسمع ترانسولوكيشن هي حديثة بس شغلين بها دلوقتي اه ده عظيمة جدا ننتخل بقى لشوك تاني احنا عندنا احنا الاربع قلنا الكارديوجينيك شوك اه وقلنا الهايبوفوليميك شوك والديستريبيوتف شوك والأمستركتف شوك اه اللي هم واحد جلطة قلب والتاني فقط دم والتالت التوزيع عبازت اه والرابع قفلت زي جلطة الرأس عظيم هنعمل ايه للمريب ده اه وده هنعمل ايدي مصيبة اه وده مصيبة هنعمل ايدي والله اولا دم ايه تعرف السبب اه يعني مهم جدا جدا لما يبقى كارديوجينيك بيبقى سهل يا ايمن ان احنا نعرف قلم سيدرو رسم القلب انزيمات القلب ترابونين كل ده بسرعة جدا جدا اسطرة بسرعة جدا بتحل المشكلة اللي جاي برضه نازف سهل يعني جاي من حادثة عربية وشوك خلص انما اللي بيدوخنا اللي نزيف جاز هاد واحنا مش شايفين لو واحد جاي شوكته بس عرقان بيل عملنا هيموجلوبين طلع اربعة جرام تمام الطبيعي فوق اتناشر اربعة جرام اتا في انت وذلك من الحاجات اللي مهمة جدا جدا لاي طبيب او اي انسان يتأكد ان جاز راضمي ما بينزفش وساعتي بقى شريان فاتح مش شرط دوالي مريء قرحة معدى وفتحة شريان سبيرتر يعني بينزف بعنف يعني في ساعة تلاقيه نزف له لتر او لتر ونص فده مهم جدا 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 شرف كبير ان هذه زيارة استاذنا استاذنا استاذ دكتور حسين موافق كان منيرا كعادته في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور ضيف العزيز استاذنا استاذ دكتور السيد الاخرص اهلا بي عايزة الحوار المثير ده لان اليوم ده فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي انا طول الوقت طول ما انا جايب اسأل نفسي لماذا بطارة الراحل المهاجرة الآن سؤال من 1860 من اول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانة الرحم المهاجرة ان خارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه ادواته واحنا نجهلها احيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ ان ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى اه ده بطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكستر اردنري الغير اللي هو اكستر اردنري يعني غير تقليدي اه غير تقليدي متفرد ان بطانة الرحم لو اتفقنا انها يا الجزء لو ده الرحم يا الجزء المبطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية ايه علاقته ببقية الجسم كيف تتواجد هذه الخلايا في اماكن مختلفة يعني ايه مريضة تيجي تنزف من القنف فتجد بطانة رحم مهاجرة يعني ايه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول احيانا لارادي او متكرر فتكتشف انه مش التهاب ده بطانة رحم مهاجرة انه فيه دم في البول دم السرطان ده بطانة رحم مهاجرة يعني انتفاخ في البطن ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه قلم في العضلات ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه تعب لا تشف منه ابدا كورونيك فاتيك سندروم ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه كحة وازمة ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه حمى بحر متوسط بتطلع بطانة رحم مهاجرة يعني ايه ملتو بالسكلوروزيس ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدراكية ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلع ونديول وورق ورم في العضلة البطن تطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة ويطلع بطانية رحم مهاجرة يعني ايه ألام من الألام في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطنة راحة مهاجرة يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المرأة وبيزهر امتى واذا كان ليه توقتي معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانبيب وتخرج برا يعني فنلاقي انه هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحم اصلا وفي بطنة راحة مهاجرة الله مش كنا بنقول لو شن الرحم نعالج بطنة راحة من مهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطنة راحة مهاجرة ازاي طب مش قلنا لو شن الرحم والمبيضين يبقى بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالع من التبويد فشن المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشن الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان في بطنة راحة من مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطنة راحة من مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطنة راحة من مهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطنة راحة من مهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطانة الرحم المهاجرة هل هي فقط الان احنا بنتكلم عليه كيس الشوكولات يعني كيس الموجود الكيس الشوكولاتة الموجود في المبيض والتي احنا بنقسمها الى toovarian واكستراbagai toovarian يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسم تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جات في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها ده آخر الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي للي راحت الرئة وتفصل إزاي إن يحصل كاتامينيال نيوموس هوركس يعني يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهرياً أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر رقم واحد هو أنا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جداً من البنات مش مانا للي جاني بطاني ترحم المهاجر هو ده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي ده فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وليه علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه بتقولك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة صديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحان الحتة دي مهمة أوي حتة مهمة أوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بإرتيكولات سيستم بورولي فريش اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحان فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه نفكر أنه ده قد يكون ورد قد يكون أوراق فتقول لكيميا وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الاستروجين هرمون الاستروجين هرمون الاولوس والتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدواء الخارجية تبقى هرمون البروجسترون هرمون البروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الاستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي نظائر الجنادوتروبين عشان توقف الاستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحيانا على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده؟ لأنه عنده مصنعات الاستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الاستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع الاستروجين خاص بيها شوف قديه ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتورز اللي بتدور انه ما يكونش الاستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم أرايب واللي نسب بالبيطانت رحم وماجرة تبقى موجودة فيهم تصل أحيانا إلى طبعا أضعاف نلاقي كمان عندهم أن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بتانت الرحم والتوازن مع الميثالو بروتينز إنزايمز والتيشو ميثالو بروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بتانت الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعت بتانت الرحم وواحد تاني يوازن أن البتانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي أن البتانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى انفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده الكدرة دي عندنا نظريات مختلفة ولكن النهار ده بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة رحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البوليني حالة سين ولا حالة نون؟ قبل ما نتكلم بس نبص بص صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للستوديو هنا وقلنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة؟ لو كده واضح الأمر قولي بس أريد أن أشيل الكب ده بقيته هنا نشيل ده كنا؟ نشيل ده كنا؟ نشيل ده كنا؟ ايوة كنا تماما واضح الصورة كنا؟ اه حالبا كليتين الكالية تنزل البول من الحالب هيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين ازاي بطانة رحم المهاجرة؟ احنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن ازاي تصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة؟ ازاي تصاب الحالبين بطانة رحم المهاجرة؟ ازاي تصاب الكلي بطانة رحم المهاجرة؟ المسانة البولية ممكن تصاب المسانة البولية بطانة رحم المهاجرة يأما برايمري ليجن يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقل لها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقاتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة دي لو كان برايم ريليجن في المسانة البولية يأما إياتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده إيه في الرحم أثناء عملية قيصرية أو السقص الرحم أو السقص الورم ليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب إيه؟ تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على إنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة نرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نستقص للورم؟ آه عن طريق إيه؟ يئما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية يئما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من 15 حالة من داخل مستشفى الأمم في بطانة رحم مهاجرة داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه تحتها الرحم لكن إحنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقا؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكليا دي بتنزل البول كده آه والكلية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول بره لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ حوض الحالب ده يتوسع يتوسع وبعد كده حوض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكليا دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لس وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى أضاك لو احنا اعتبرت عاوزة أقولي أن حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين أكده كل واحد منهم بينزل اهو بنرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادي الحالبين ماشي ماشي واضحة كده اه والأخدر ده حالب وبينزل نقط البول والأزرق ده حالب تاني وبينزل نقط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية هتتجمع منها البول ان نزم الكلا باستمرار كده هنفضل المسانة اه لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهمر ده وبالتالي يحصل ايه ارتشاح في حود الكلا وارتشاح في حود الماء بس تعالى نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطانة الرحم والمواجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها انها ندرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطانة الرحم المواجرة المتوغلة موجود معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق تعالى نشوف تعالى نشوف مع بعض ده دي المسانة والرحم ده معا على الحقيقة عادي جدا ودخلنا بمنزار البطن عدينها نفك المسانة مدام نادية دي عندها ألام رهيبة وتشخصت على أساس أنها ورم سرطاني في المسانة اتخذ عينة من منزار من المسانة في معهد القومي للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطنة رحم مهاجرة لما اتخذت عينة بمنزار المسانة جات المريضة قادي منزار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المسانة البولية وما بين الرحم فكنا الالتصاق نسرع شوية الحركة لو سمحت أنا هنا هنعمل ما بين منزار البطن وما بين منزار المسانة البولية فكنا الالتصاق بالتدريج من فوق الالتصاق ما بين المرض بطنة رحم المهاجرة في المسانة البولية العام البقرة حجمها حوالي اللي يقل عن نشوفها في الآخر حوالي عشر سنتي كبيرة كانت كبيرة نيديول كبيرة بص المسانة البولية بص النيديول دي كبيرة عشر سنتي دي مساحة كبيرة جدا لما بتيجي تعمل بطنة رحم المهاجرة على المسانة البولية لازم تكون أعمل منزار مسانة ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض وإحنا عاملين منزار المسانة هو المضيق تحت قادي منزار البطن ومنزار المسانة في نفس التوقيت دكتور كريم أمر شغال بمنزار المسانة بيعمل هنا ايه هنا بيعمل دي ماركيشن جوه بالاندوسكوب في منزار المسانة لغاية لما حددنا المرض داخليا بمنزار المسانة من خلال منزار البطن احنا كنا محددين عاملين دي ماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركيشن حددنا المرض المكان الطبيعي الغير طبيعي احنا هنا بنعمل ايه كنا بنقب بعض الأوعية الدموية اللي من المسانة نحنا بنفتح المسانة ادي الفات او الدهون اللي موجودة على المسانة بدأت هنا افتح المسانة البولية واستقصل الجزء المرض اللي موجود من المسانة بنعمل كياننا بنعمل بارشار سستيكتو جزء من استقصال المسانة البولية بالمرض نقلل السرعة نقلل السرعة عشان تباني السورة المرض اهو شوف البقرة اللي هي موجودة على الناحية اللي مين اللي مساكها دي شوف المرض كبير قد ايه بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المسانة البولية احنا دلوقتي بنتكلم على مرض اهو بتاني ترحم المهاجرة في المسانة البولية بعيدة عن بتاني ترحم المهاجرة اللي في المبيض بعيدة عن بتاني ترحم المهاجرة اللي موجودة في الحوض اللي موجودة على المستخيم اللي موجودة على الروابط العجزية لأ بنعرض النهاردة ادي احنا كده داخل المسانة البولية ده فتحة مجرى البول ودي فتحة الحالبين هيبانوا دلوقتي مين وشمال لما بنعمل بنعمل دابل جي بنحط دعمات موجودة تخش في المسانة عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من فتحة البول باثنين سنتي وإلا هيعمل ويقفل الحالبين هيعمل دي هيعمل دي استقصرنا المرض وبعد كده الخياطة تماما بالمنزار ممكن نجر الحتة دي بنقفل زي اي نسيج تقدر تتعامل مع المسانة البولية طبعا تقدر تستقصر منها اللي بتاني ترحم المهاجرة طبعا تقدر تشخص المرض اتفقنا ممكن بتشخصه بالسنار وممكن يهرب منك من السنار تشخصه بالم ر اي ولو كان أقل من 3 سنتي ممكن يهرب منك من التشخيص الام ر اي هو أعلى في تشخيص عن السنار وأضق كمان عن المنزار المسانة لو كان المرض انترميديت يعني ما عملش اختراق كامل للمسانة البولية ووصل للمكوزة ممكن ما تشوفوش بمنزار المسانة قدل ما نشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه برمورسوريتور فرمناه وطلعناه بتاع الورد من ليفي اللي طلعنا منه قهود الورد عشان ما نفتح الشفاعة حكبيرة وبنعمل نسبكشن البطن كلها ونشوف اذا كان فيه ملتي فوكل يعني هل فيه بطنة رحم مواجرة موجودة في أماكن أخرى غير المسانة البولية يبقى هنا احنا بصدد دي اول حالة من حالات بطنة رحم المواجرة الموجودة في المسانة البولية انت نورتنا اخليك وسعدت بهذه الزيارة سعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمعها منك انت اللي هتختب المرض ليه بمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل البطنة رحم المواجرة بأبعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البرفنشان بيتر دان كيور البرفنشان بيتر دان كيور الوقاية خيره من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من الطقية انك يبقى فيه جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقول له وذلك اقرب للطقوة الطقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبدع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمسا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعدين وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية هتعيش في ألمانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا استاذ إبراهيم لقاء مع صديقي في أبيك استاذ إلياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد وأسعدني جدا إحساسهم وهم بيقولولي إن إحنا بنقبق مبسوطين جدا وإحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على إن دول هما المصرين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقي وخليكوا دايما مع الدكتورين